اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في حفل استفتاء الاهرام للرياضي الافضل وجلنا هذا الخبر المفجع ولكن طبعا كل الرحمة والنور عليه شخصية محترمة انا شخصيا عشرته من انا في قطاع ناشئين حتى الدرجة الاولى يعني ما شاء الله كان من الشخصيات المحبوبة لكل اللعبين لكل الاداريين لكل شخص حتى خارج الارية بتاعته او المجال بتاعه طبعا هو نائب رئيس تحريج جريدة المسا هتلاقي كل الصحفيين مبارح صحابه وزملائه كانوا في حالة حزن شديد من هذا الخبر لكن رحمة ونور عليه رب من الشخصات المحترمة وفتح عليه بأمر الله كلنا ندعيله بهذه الرحمة يا رب كل الحزن والأسى بعزي هذا الشخص العزيز على قلبي سيدس خالد العشري يعني ده كان لازم في البداية اقولها ان واحد من الناس اللي انا عشت معهم بفترة طويلة هو كان ضفنه دايما' باستمرر هنا في قناة النادي الاهلي بكرة إن شاء الله فريقنا باستعد للأسبوع السادس دى مباراة المؤجلة من الأسبوع السادس أيضاً احنا هنلعب المقولين في الأسبوع 23 بس مباراة القدوم لكن بكرة مباراة الغد لها تكون الساعة سبعة في ملعب بيترو سبورت دى مباراة المؤجلة للنادي الاهلي من الدور الإول إن شاء الله أمام المقاولون العرب كانت حسام البدري اختار 21 لعيب لمواجهة المقالون العرب غدا كل من محمد الشناوي وشيف اكرامي وعلي لطفي وباسم علي ومحمد هاني ومحمد نجيب وصبر رحيل وأحمد فتحي ومحمد عبد المنام وعمر السلية وحشام محمد وحسام عشور وعبد الله السعيد وجونير أجاي ووليد أزار وصلاح محسن وبكى وأحمد ياسر ريان وميد وجابر وإسلام محارب وكريم ندفد كانت حسام بدري استبعد كل من حسام غالي أكرم توفيق محمد شريف محمود الجزار أحمد حمودي دول الأسباب فنية بينما استبعد كانت حسام البدري كل من سعد سمير ورمي ربيعة وأيمن أشرف رمي ربيعة طبعا في ألمانيا دلوقتي إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة أيضا أيمن أشرف مروان محسن علي معلول أحمد حمدي وليد سليمان ده للإصابة استبعد اللاعبين الآخرين للإصابة يعني واضح جدا أننا عندنا مجموعة من الإصابات في أماكن مهمة جدا أيمن أشرف ولسليمان نجم الفريق أيضا علي معلول كل اللاعبين الموجودين مصابين أعتقد من الركاز الأساسية لفريق النادي لكننا عندنا مجموعة أيضا قوية يقدروا يحلوا محلهم بشكل قوي وشوفنا قبل كده مباراة كتير لعيبة مميزة كل التلاتين لعيب المتواجدين بما فيهم حتى اللاعبين الصغيرين اللي مثلا صعدوا للفريق يعني محمد عبد المنعم واحد من اللاعبين الموجودين في ادفاع النادي الأهلي كابتن حسام البدري بيستعين بي أعتقد نوع من اللاعبين إن شاء الله ليكون لهم شكل جيد جدا في الفترة القادمة طبعا يعني كل التوفيق بكرة فيه مباراة مهمة جدا نحن نقطة 54 إن شاء الله تبقى نقطة 57 وأيضا نبتعد زي ما بقول عن المنافس الحالي لنادي الأهلي هو نادي الإسماعيلي به هذه المباراة لأن هي دي المباراة المؤجلة دي اللي هتفرق كتير قوي فيه جدول الدوري بالنسبة للنادي الأهلي علي معلول واحد من اللاعبين الأساسين واللي بنعمل فارق فيه الجبهة اليسر للنادي الأهلي طبعا إصابته وإصابة عدد اللاعبين اللي موجودين زي ما قلت حالتكم أيمن أشرف وليد سينيمان بتأثر بشكل كبير نتمنى طبعا إن شاء الله علي يعني لو ريح هذين مباراة يبقى متواجد فيه المباراة اللي بعدها لكن إن شاء الله فيه كشف طبي لعلي هيحدد بشكل كبير مدى إصابته هو عنده شد فيه العضلة الخافية إن شاء الله تكون خفيفة ويرجع سليما لفريقه إن شاء الله علي معلول من اللعب المميزين واللعبين المحترفين المتواجدين داخل فريق النادي الأهلي يكون بسلامة إن شاء الله يكون متواجد سعد سمير أيضا من اللعبين المصابين حتى الآن بينتظم فيه التدريبات الجمعية استعدادة إن شاء الله يكون فيه المباراة المقالون القادمة أو المباراة القادمة موجود مع النادي الأهلي يمكن سعد كان ليه تصريح عن دفاع النادي الأهلي طبعا هو بقاله فترة لكن هو سعيد بوجود محمد هاني وأي من أشرف قبل إصابته بالشكل اللي ظهروا بيه بشكل كبير وده هي ده الروح إن كل لعبة النادي الأهلي سواء بقى مين بيلعب في مركزك أو بنفسك لكن هي منفسة شريفة داخل الملعب أو داخل الفريق عشان الفريق يبقى في أحسن حالاته فسعد كان سعيد جدا بمستوى أي من أشرف محمد هاني في تواجدهم في قلب الدفاع بينضم طبعا محمد نجيب بعد إصابته وارجوعه بالسلام إن شاء الله كل اللعبين يبقوا في أميز حالاتهم ولكن إن شاء الله سعد هيبقى متواجد في المباراة القادمة في الجولة 23 إن شاء الله من مباراة الدور الممتاز وإن شاء الله ننتظره بقوة زي ما احنا تعودنا عليه سعد سمير من المدافعين يعني مدافع صلب صراحة سعد وبيعرف يجيب أهداف زي ما احنا شايفين حتى على الشاشة بيعرف يتعامل مع ضربات الرأس ودي ميزة مهمة جدا سعد بيتعامل مع سواء بقى مدافع أو مهاجم دي حاجة مميزة جدا أيضا لو احنا بنتكلم على التدريبات بالنسبة للعبين كلهم طبعا فيه تدريبات بتبقى لمصابين تدريبات لتأهيل بعض اللعبين اللي رجعوا يعني كل ده احنا بنتطمن على فرقتنا وليد سينمان وعلي معلوه زي مورة لحضراتكم بيقوموا بتدريبات خفيفة عشان الإصابة بيتطمنوا على الصوم حتى لو انت مصاب فانت بتاخد زي ما بنقول ايه راحة مش سلبية عشان طبعا العضلات والنفس بتاعك ممكن تجري على خفيفة ممكن النهاردة التدريبات بالنسبة لهم كانت تدريبات خفيفة جدا لحين طبعا إن شاء الله عودتهم بالسلامة لو احنا كنا بنتكلم بقى على النادي الاهلي في الفترة الأخيرة طبعا وليد سينمان واحد من نجوم النادي الاهلي في الفترة السابقة وكان ليه كلمة العليا في بعض المباراة زي ما احنا شايفين في مباراة لإسماعيلي بالذات احنا بنتكلم على النادي الاهلي ما شاء الله عنده قدرة على الاختراق من الأطراف قدرة على الاختراق من العمق لكن ما زال النادي الاهلي القرات السابقة مهمة جدا أنك تستفد بها حتة التريكات أو التريكس اللي بتبقى موجودة في الدرابات السابقة لسه النادي الاهلي كان ممكن يستغلها أفضل من كده إن شاء الله الفترة اللي جاي بقى فيه هذه الجزئية كابتا حسام البدري بيستعد لمباراة الغد بالدرابات السابقة وجزء منها في التدريب النهاردة وكان تم اللاعبين بيشتركوا فيه هذه الجزئية أحمد فتحي وباكا وعبدالله السعيد وصلاح محسن ومحمد شريف صبر رحيل واميد وجابر وأحمد حمودي كلهم عندهم القدرات في حتة التصويف في حتة الخداع كل ده مهم جدا في القرات السابقة إن شاء الله نشوف كمان صلاح محسن المتواجد في قيمة النادي الاهلي المرة التانية على التوالي متواجد وأعتقد أن كابتا حسام البدري هيختار الوقت المناسب لهذا اللعب ليتواجد فيه الفريق أو يتواجد فيه الملعب إن شاء الله ونشوفه في أحسن حالاته لأنه هو العيب الصغير في السن وأيضا لعب مميز جدا وكل بينتظر صلاح محسن صراح كل بينتظر هذا اللعب اللي ممكن كتير أو يتكلمه على صفقته وكتير يتكلمه على المقابل المادي ولكن كلنا ثقة في هذا اللعب كلنا ثقة في لجنة الكرة واللي اختاره صلاح محسن فيه يبقى متواجد أنا سألت عن صلاح محسن جميع مدربينه سواء مدربينه في أمبي أو مدربين النادي الاهلي اللي كانوا ممكن فوقت من الوقت بيلعبوه كانوا بيشكروا فيه في شكل كبير وده مستقبل الكرة المصرية إن شاء الله يبقى متواجد مع النادي الاهلي وتقلقه هيكون موجود أيضا في منتخب مصر في حين تقلقه إن شاء الله بأمر الله أيمن أشرف بيكتفي بالتدريبات البدنية النهاردة أمامنا على الشاشة طبعا مع دكتور عصام صراج الدين يعني واحد من الناس اللي كانوا في الفترة السابقة بيكتهد بشكل كبير دلوقتي معه طبعا واحد من الأفزاز في عملية التعاقدات مهندس عدلي القيعي وبيساعد طبعا دكتور عصام صراج الدين يمكن طبعا مهندس عدلي قيعا أمامنا على الشاشة واحد من الناس الجميلة اللي يعني فعلا هو مدرسة مدرسة بتعلم هذه الجزئية على جزئية التفاوض جزئية حاجات كتير بإحنا محتاجينها في الفترة القادمة وإن شاء الله مهندس عدلي قيعا موجود مش عشان بس فقط حيط التعاقدات هو بيعمل كوادر أيضا للنادي الآله الفترة القادمة في هذه الجزئية جزئية التعاقدات يبقى مين موجود في الفترات القادمة يمكن النهاردة كان فيه نص ملعب مختار التفشم مقفول عشان بعض الإصلاحات بالنسبة للملعب أيضا لو احنا رحنا لمنتخبنا الأولمبي يعني بعد أخبارنا عن النادي الأهلي ولو اطمئنانا على اللعابين أولمبي بقائلة كابتن شوئي غريب فيه مدتين إن شاء الله تم خلاص اتفاق عليهم أمام المنتخب السعودي وده هيكون إن شاء الله في شهر مارس صبعا نحن عارفين أن الأجندة الدولية مرتبطة حتى بالمنتخب الأولمبي فحين نتوقف الدور إن شاء الله في شهر مارس أو الأجندة الدولية الخاصة في شهر مارس ومعسكر أو فريقنا الأول فيه أيضا معسكر لمنتخب الأولمبي اللي بيقوده كابتن شوئي غريب ومع مجموعة من النجوم كابتن معتم الجمال كابتن محمد شوقي كابتن وايا الرياض هيكونوا متواجدين على رأس الجهاز ان شاء الله هيلعبوا مباراتين امام المنتخب السعودي يوم 23 ويوم 26 وخلاص ده تم الاتفاق على المباراتين دول كل التوفيق ليهم وايضا يعني كابتن شوق غريب واحد من المدربين اللي عارفين يعني ايه منتخب مصر وعارفين يعني ايه ان هم يحصلوا على بطلال طبعا فاكرين منتخب الشباب لما حصل على المركز التالت في كأس العلام كل التوفيق لكابتن شوق غريب والمنتخب أولمبي مبارات الجولة 23 ان شاء الله سوف تقام يوم الجمعة والسبت والاثنين من الاسبوع القادم ان شاء الله هيكون يوم الجمعة 9 فبراير مبارات الدخلية مع الاسماعيلي ووادي دجلة مع بيت روجيت والانتاج الحربي مع الاتحاد السكندري يوم السبت هيكون فريق الاسوتي مع النص واسموحة مع الزمالك الاثنين ان شاء الله يكون طنطم مع طلاقة الجيش والاهلي مع المقاولون العرب دي المباراة اللي موجودة في الاسبوع الثلاثة وعشرين بالنسبة لنادي الاهلي لكن اما مبارات الغد فهي من الاسبوع السادس من الدور الاول ممكن دي كانت بعض الاخبار الخاصة بالنادي الاهلي ومنتخب مصر الولمبي ومبارات الدوري ممتاز اكيد ونحن بنتكلم على الافضل النادي الاهلي دائما هو الافضل النادي الاهلي في استفتاء الاهرام الرياضي امس بيحصل على ست القاب من هذا الاستفتاء كلام كتير بقى وهنشوف من خلال هذه الألقاب والحفلة اللي كان موجودة مبارح مع الناقد الرياضي محسن لمنوم بالأهرام الرياضي أستاذ محسن لمنوم كلام كتير عن اختيار هذه الألقاب بالنسبة لنادي أهلي والألقاب الأخرى اللي تم الحصول عليها من بعض اللعبين وبعض المؤسسات الرياضية في مصر لكن خلينا نروح لفاصل واستقبل دفنة الكريم أستاذ محسن لمنوم الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي اشتركوا في القناة واحد من الناس العمل دائما تقارير أو أحاديث صحفية مع ناس ممكن ما تتخيلش أنه ممكن حد يعمل معهم هذه الأحاديث الصحفية ولكن أنا معاه النهاردة هنتكلم بداية على جزئية استفتاء الأهرام الرياضي أمس وحصل النادي الأهلي على ثت ألقاب من هذا الاستفتاء وأيضا بعد نجوم الإزاعة والتلفزيون الخاص بالرياضة المصرية وبعض المؤسسات الرياضية حصلوا على جوائز موجودة في هذا الاستفتاء معي في الستوديو أستاذ محسن لموم الناقد الرياضي بالأهرام الرياضي أستاذ محسن سخير عليه سخير عليه أحياتي عليه طبعا للتقديمة الرائعة هذه لحضرتك وسعيد جدا مع سياتك تحياتي ليك كنت قلت عايز عزي الأول بس أحب أن عزي طبعا الأستاذ خالد العشر ربنا يرحمه وتفقده طبعا برحمته يتغمضه برحمته يلهم أهله طبعا الصبر وسلوان كان خبر بصراحة مفجع حتى يعني أثر على الحفل الطال أهرام الرياضي مبارح كان لأسف بدأ الحفل بالخبر ده فيعني يا دي حال الدنيا وربنا يرحمه يا ربنا يرحمه طبعا واحد من الناس المميزين جدا كان في مجاله مش حد كان أبدا يعني فيه كلمة ممكن تطلع ضد السيزة خل العشر لكن كله كان بيشكر فيه دائما مستمرار رقبان حتى من خلال السوشيال ميديا بعد ناسة معارفة الدير هيدا الرجل كان محبوب لأن يا كابتن السيرة أطول من العمر صحيح العمر طلع مكسر في النهاية في عدد محدد ربنا بيحدده ستين سبعين ثمانين أيا كان حتى لو مية بس اللي بتبقى هي السيرة اللي أطول معمر سواء بالسلبة وبالإيجاب فالحمد لله السيرة اللي أرحمه كان طيبة جدا وكان مهن في شكل كبير مهنين في هذه الجزئية حليمي أكلمك على احتفال أمس احتفال أهرام رياضي بالأفضل بالنسبة لعام 2017 ممكن نادي الأعلي أخذ ست ألقاب في هذه الجزئية أو في هذا الاستفتاء خليمي أقولك الاستفتاء نفسه بقاله فترة طويلة طبعا أهرامنا مؤسسة كبيرة بالإضافة طبعا الأخبار رياضية وبالإضافة لمؤسسات كبيرة رياضية سواء بقى مقروع أحنا في الفترة فاتت حتت المواقع والإستولت على موسئية الجريدة أو الورق اللي احتفالها كنا دائما أنا زيما كنت أستنى كده أخبار رياضي أستنى الأهرام الرياضي عادت فرعا أشوف أنها أبقى متواجد ولا مش متواجد لكن الحمد لله الأمور دي بترجع راونك مرة أخرى بالنسبة للمؤسسات دي ده اللي بيبقى حضرتك دي بتبقى كيمة المؤسسات الكبيرة زي مؤسسة الأهرام متبسلة طبعا في المجلة الأهرام الرياضي ومؤسسة الأخبار طبعا زي أخبار رياضة وهكذا مع طبعا سطوة الميديا في الفترة الأخيرة المواقع زي ما حركوا قلت في سوشال ميديا الفيسبوك تويتر كل الحاجات دي والفضايات طبعا أثرت طبعا الصحافة المقروعة بشكل كبير جدا دي هنا بقى بتبقى قيمة المطبوع نفسها يعني حاجة زي الأهرام الرياضي قدرت تحافظ على نفسها في وسط ده كله اللي هي طبعا لها قيمتها وعركتها زي ما انت حرك شايف ده وقت كده بحفل أسكر الأهرام الرياضي الاختر الأفضل دايما كابتن فروق بيظل لهم القيمة الأكبر يعني ما احترم طبعا لكل مواقع المستحدات سعر اللي بقالها سنة واثنين وثلاثة وحتى أربعة وحتى عشرة لكن الأهرام الرياضي 27-28 سنة طبعا لازم يبقى لها شكل خاص طبعا وأسلوب خاص بيها فعشان كده كان حفل أو الأسكر بتاع الأهرام الرياضي مرح كان متميز جدا 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 بفخر طبعا أنا بنتامن لمؤسسة الأهرام ومجالة الأهرام الرياضي وكان طبيعي زي ما حرك قلت انهم أخدوا 6 ألقاب من نادر الاهلي طبيعي جدا طبعا طبيعي نادر الاهلي بطل الموسم دوري وكاس وبدأ الموسم كمان بالصوبر المحلي الموسم الجديد تقصد خد السنة اللي فاتت طبعا الموسم اللي فاتت أو آخر يعني تقدر طول 2017 حتى لحد هذه الفترة يعني كان طبيعي جدا كابتن حسان بدري ياخد أفضل مدير فاني رجل خد البطولة الدوري بدون هزيمة السنة اللي فاتت واخد وصل لنهائي أفريكا واخد بطولة الكاس عمل نتائج رائعة جدا بصراحة النتائج اللي هي كانت الحكمة وهي الفيصل حب بقى ولا تكره تنتمي أو ما تنتميش النتائج اللي بتاعكم لما تبص لكابتن مثلا عبدالله السعيد واخد الأفضل لاعب يمكن كان في الفترة اخيرا كان في بعض التجابزة في المستوى لكن لما حركتبص السنة اللي فاتت هتلاقيه مش بس مؤسر في مسيرة النادل لكن مؤسر في المنتخب يمكن مسيرة التأهل للمنديال روسيا 2018 كان هو وكابتن محمد صلاح اللي هتلاقي دايما في السنائي يهو يدل صلاح ويسجل يهو صلاح يدل ويسجل وحركت اتذكر اول ماشين حتى تكونه اه موضوع تاني بصراحة يعني فعن قدرة واستحقاقها فهاش اي تهريج يعني كابتن احمد فاتحي طبعا مش عايزة كلام الراجل الافضل زهر ايمن على الاطلاق بسم الله ما شاء الله بحافظ على المستوى حافظ على مكانته في المنتخب دي حاجة تحسب لنه دايما بيواظب على يعني بيواظب على التدريبات بيحافظ على نفسه دي اشياء دي دا قيمة كبيرة يعني طبعا وبقيت بقى الجوائز اه كابتن والد سليماني كابتن والد ازارو رغم ان والد ازارو عامل شوية يعني جدل شوية يعني انطلق انطلق ومش راجع ذا كان رؤية الكابتن حسام بدري بالمناسبة لما قالك هو هو الافضل هو بيقرب يعني تكون انه بيصل وبيضيع دا شيء كويس دا شيء كويس انه بيصل مع الوقت هيكتزق الخبرات وده كويس ومزيد من الجدية مزيد من المجهود اكتر زائد انه لسه شاب صغير الصبرت عنده والتحدي كمان اكتر بس مش الدعم التحدي اكبر كمان لان هو الاهلي يا جماعة ما جابش لعيب محلي دا الاهلي جاب لعيب من منتخب المغرب وكان بيلعب في المنتخب الاول واصلنا هيرفر هيرفد مش هيجامل حد بالمناسبة حابب بقول له حضرتك في الفترة الاخيرة طبعا منتخب المغرب كله من المحترفين فترة اخرى كان منتخب المغرب خد بطولة افريقيا المحلي من الحد اللي فات لما كسبوا ناجيريا 4-0 كان كل الناس بتنادي بالايوب الكعبي اللي هو كان تقالف البطولة وجاب 9 اهداف التسع ايوة كان طبعا هدف بسم الله ما شعب الله لعب نادي نهض البركان المغربي الناس طبعت الصحافة المغربية كلهم لما شوف يا كابتن فاروق في وقت الحديث عن والد الايوب الكعبي كل الناس قالوا ما تنسوش والد ازارو يعني اذا كنا نتكلم عن حد من الاتنين معين والد ازارو مش في الصورة دا كانوا في الصورة والد كعب هو جايب لهم بطولة هدف تاريخي للبطولة اكبر هدف جاب للبطولة دي جاب 5 سجوان من سنة 2011 هو لحد النهاردة 9 اهداف في بطولة واحدة حتى تفوق في كل البطولات يمكن كان بطولة مثلا ايه امام افريقيا سنة 98 كان الهدف بتاعها كابتن حسام حسن وبندبت مكارسي جنوب افريقيا من جنوب سبعة سبعة ساعتها هو كمان تفوق في اي بطولة مجمعة نختلف بقى ونختلف على قيمة البطولة المحليات دي حاجة تانية لك انا بكلم في دورة مجمعة جفاية تسع هدف ومع ذلك الناس كلها كانت بتطالب بهيرف رينارد انه هدف له الفرصة فالناس الصحافة كانت واقعية جدا وقالت ما تنسوش انه فيه وليد ازارو هدف النادي الاهلي النادي الاهلي ونادي القرن النادي اكبر نادي في افريقيا النادي البطل في مصر فده شيء مهم جدا انه هما في عز الحديث عن ايوب الكعب اللي هو يستحقه بالفعل دوله افضلية لوليد ازارو فده مش منفرغ يعني صحيح يعني احمد فتحي كمان واحد من اللعيب الموازين اللي تم طبعا انه اخذ احسن زهير الموازين بالضبط اللي سأقول له حركة هو يستحقه بس مش محافظ احمد فتحي في منتخب افريق بالضبط ده حاجة طبيعية جدا يعني كابتن احمد فتحي بسم الله ما شاء الله من فترة طويلة جدا محافظ على مكانته سواء في النادي الاهلي سواء في المنتخب حتى لما خرج برا واحترف حتى كده احترف خليجي كده بسيط ما فقدش مكانته دي برضو تحسب لي ولا انه هو دايما بصراحة الشجال على نفسه دي حاجة بصراحة تحسب لي رجل اساس عنده وشغله عشان كده هو لسه مازال اساسي في النادي الاهلي وفي منتخب مصر انا بطمن بس جمهور نادي الاهلي بالنسبة لحمد فتحي عبدالله سعيد انهم ان شاء الله هاي بمتواجدين داخل النادي الاهلي لفترة القادمة ان شاء الله خالص في التواجد الاتنين ولا حتى الحبهم للنادي الاهلي بشكل كبير دينا من تاني يا أخي دينا وليد سليمان وليد سليمان طبعا واحد من اللعيب الموازن في فترة الأخيرة الحاوي يعني بسم الله ما شاء الله اهدافه طبعا في فترة الأخيرة واهدافه في التوقيت الصعب واللعيب اللي تقدر تراهن عليه في النادي الاهلي في أي وقت حتى لو كان احتياطي حتى بدليل آخر مباراة اهدافه المباراة اللي سجل في المباراة في الإسماعيلي كان احتياطي كان بديل المباراة الخلاص التسعين ديائق خلصوا ومع ذلك برضو ما تقدرش تأمن بقى مش اللي لا تقدرش تأمن حتى وليد سليمان يعني انه قدري يجيب جون مش منعدت يسجل بهدف بالرأس رغم انه بمناسبة نوع يعني مش طويل القامة ومع ذلك جب وريد مميز وريد عنده التركيز في كل حيات سواء بعض ضربات حتى بيمينه هتلقي شغال يعني نفتكر ماتش سيو سبورت في نهاية كونفورشن كاب بالزبط بيمينه رفحها بالزبط الهدف الشريف 96 فهو تحس انه حتى كمان ما جاي وقع وقع على بياض يعني او ما جاي جدد للنادي الأهل يعني هي دي كمت اللعب صراحا كابتن وليس سليمان طبعا حاول كرة مصرية يعني مش بنجمله دي حقيق طيب احنا يمكن ده بالنسبة للنادي لأهل ما فيش حد تاني كيرا خلاص بستة القاب ما زينا اكتر والله دائما النادي واحسن فريق طبعا احسن فريق ودو حد الزيت وحد الموز وكن يمكن وهنا بنتكلم معايزة اقول لك ان التقليد ده موجود سواء بقى في أخبار رياضة او في الأهرام الرياضي احنا ليه بس لغاية دلوقتي عندنا الحتة بتاعة المحلية احنا بنشوف فرانس فوتبول مثلا اشتغل على الجزء العالمي طب احنا مفروض مصر او الرياضة المصرية او الكرة المصرية هي اقوار الدوريات اللي موجودة على في الوطن العربي واحنا كصحافة رياضية احنا المؤسسين في هذه الجزء ليه من نشغلش على اللعب العربي ونبتدي نعمل الحتة دي وييجوا هنا ويبقى الاهرام من الرياضة ويغبار الرياضة هم المسؤولين عن الاختيار ده تعمل البالون دو اور في المطالة العربية ده صحيح امكان للامان اللي كده بيحصل في الجزائر بتعملوا جريدة الهداف الهداف تيفي بيعملوا افضل لعب محلي وبيعملوا افضل لعب عربي وفي الحالتين في المرتين بيجي لعب كبير جدا اوروبي بيجي يسلم الجايزة عشان بيدي للجايزة صحيح كالسه عندهم بالمناسبة بولو مالديني جوا ادى الجايزة تقريبا فوز غلام اللعب الجزائري محترف في ايطاليا مالديني بقى عشان ايطاليا واللعب محترف في ايطاليا فجاد دلوا الجايزة طبعا مجرد وجود واحد زي مالديني في حاجزة في حدث ادى سقل كبير جدا وبيعملوا افضل لعب جزائري وبعد شوية افضل لعب عربي يعني بياخد افضل لعب اخدها كابتن محمد صلاح عشان تبقى حركة عارفة ومالسه معلندوش بس انا عارفة اجتمع لو حصل بس لكابتن صلاح هيقدروا يتواصلوا اللي هو روح طبعا هيجبوني نجم كبير جدا يقدروا يسلموا الجايزة عشان ده بيعمل صدع صحيح ارجع بقى لسأل حضرتك انه مفروض يبقى موجود هنا في مصر يمتلك مع اتحاد الكرة كمان يعني اكيد الرعاوة اكيد لقدروا يشتغل على الجزائية ده بشكل الامر اللي علاقة بس اعتقد بالسپونسورات والدعاية والإعلان اتمنى اتمنى ده يحصل بصراحة ويحصل طبعا اتمنى من المؤسسس المؤسسس الأعرام هي طبعا الأكبر والأعرق في الشرق انت فاهم قصد احنا مصر او الرياضة والصحافة الرياضية المصرية هي الرائدة هي الرائدة هي الرائدة فصح فاختيار الافضل لعب عربي اعتقد انها تبقى الاولى لها ارتفع منها اه هي نايز بس الحتة التكاية دي اعتقدها تشتغل مع الطفرة الاخيرة كابتن فاروق اتيجي ان شاء الله انا شاف ان ده ما كانش بحسن سلي فاتت مثلا ما حصلش ما كانش فيه اسكر الاهرام الرياضي مثلا يعني لما يعني كان فيه تقدر تقول شاد رب باتش ايا كان كان اللي حصل بس بترجع وتتواجد اعتقد في الفترة اللي جاية ان شاء الله هيبقى فيه هيبقى كلام حراك مزبوء يعني موجود اقصد يعني وهيبقى فيه الامور ان شاء الله يتن تضرر ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله لكل زي ما نقول المؤسسات الليها روناقها اخو مؤسسة الاهرام الرياضي و الجهاز الفني كل اللاعبين المميزين نحمد فتح و عبدالله صحيح كلهم كانوا موجودين كابت حسان بدل كان متواجد كأحسن مدرب او مدير فني فيه 2017 خاني اقول لك على الباقي شفنا خارج النادي الاهلي بعض الجواز اللي تم الحصول عليها من بعض المؤسسات او اللاعبين يعني مستر يكتر كوبر اخذ برضو كواهد من التكريم خاص يعني ان هو ووسط لمنتخبنا للكأس العالم دي حاجة مميزة دي مفاش مجابلة خلس يا كابتن فاروق يعني حتى برضو ضد الناس اللي بتوع تتكلم على ان كابتن هكتر كوبر طريقته الدفاعية طريقته الدفاعية عام يلعب العايز يلعبه المهم ان هو وصلنا للهدف اللي احنا كلنا بنحلم به بل بالعكس انا عزا اتكلم حراك بس بعد شوية ازاي ان احنا مش هنكتفي يعني احنا مثلا كلنا اول ما جاءت المجموعة كلنا عندنا يقين كده ان احنا في الدور التاني ما تعرفش ازاي في المجموعة فيها اورجوي منتخب اورجوي بلويس وارز وكفاني الاسماء الكبيرة دي وفيها روسيا المصطديف البلد المصطديف والسعودية ده خمس مرة في المونديال يعني منطقيا انت قال لفريق بقى لما تيجي لتتأهل والحاجات دي ومع ذلك انت عندك شبه تفاؤل او ثقة كبيرة جدا انت تصل للدور التانية دي جاية منين جاية من من الصبورة بتاع الجهاز الفني بطريقة لعب ان هو ادري يوصلك لليفل ده او المستوى ده زائد اللعبة اللعبة اللي عندك انت عندك انت محترفينك فين ستة اقوى ضريف العالم صحيح يعني فكل ده بيدي لك انت حافز يعني انت عندك لعب النهاردة يعني ان شاء الله الكلام ده هيتكلموا فيه في المستقبل الناس كلها بتتكلم عن النهاردة افضل لعب العالم رونالدا او ميسي وبقالهم عشر سنين مستحوذين على البالون دي اور ان شاء الله داخل او ان شاء الله داخل الناس كتبتقول نيمار وإحنا بيرضو بقل نيمار بس لأ صلاح داخل برضو حتى لو نيمار موجود صلاح داخل بس ينقل صلاح ان هو بصراحة يروح فريق غير ليفربول لان ليفربول بدفعه سائق جدا مضيع مجهود صلاح بصراحة ما عليش بقى انت وديتني الحتة الناس كلها يعني اوانة واحد من الناس حتة الاستقرار في نادي وتقلق لعفي اعتقد بتزوده بس صلاح يعني عكس النصرية دي يعني عمل يعني ايه كل ما بيروح في اي فريق ما بياخدش وقت بسم الله ما شاء الله يعني بعد تجربة تشيلس اللي هي ما كانتش موفقة لانه ما شاركش كتير اول ما راح فرينتينا عمل من فرينتينا حاجة فرينتينا يعني مش الفريق اللي بياخد البطولات بسببه راح روما وروما برضو ما ياخدش بطولات بس شوف عمل ازاي ومن روما راح ليفربول ما خدش وقت يعني بسم الله ما شاء الله حاجة لان صلاح شغال برضو عن نفسه اين كانت لون الفنين اللي هيالبسة وشغال عن نفسه انا نسي يروح نادي كبير ريال مدريد او برسلونة عشان يبقى يتفرق بقى للهجوم والاهداف الدفاع ما يضعحش الدنيا كلنا شوفنا ماتش توتنهام جايب جون علامي وجون اكتر من علامي يعني على طريق نفسه ده مش كلامنا ها كلام الصحف الانجليزية يكف بس محللين انجليز اه كل الناس يكف ان الصحف الانجليزية اكبر جرنان اكبر مجلة هنم مجلة عريكة على غلافها محمد صلاح والمجلة المميزة اللي هي فورفورتو على غلافها محمد صلاح حتى لو مش على غلافها محمد صلاح بيتكلموا على محمد صلاح فخلاص يا صلاح ده حالة يعني ده موضوح تاني ده اكتياح يعني او عشق عند الانجليز وتحديدا مشجع الليفر ف معملش عليم مع صلاح انت بتروح ليب للأوروبيين وتعمل معملش عليم مع صلاح متاح با بييجي مصر يعني اوليفر كان ومين تاني عملت معاه لأ دول كتير انه اخر حاج كان ميكو عملت مع ميسي عملت مع رونالدو عملت مع رونالدو طيب يعني رونالدو المتاح وصلاح مش متاح لأ صلاح صلاح ده ده اتمنى اتمنى ان شاء الله قريب بإذن هو بس يرد هو لا مجرداش ها يعمل في الفضايا بس مجرداش خلينا روح لتقرير مع اخوانا نقاط راضيين امس في هذه الاحتفالية ونرجع بقى نكمل كلامنا ونشوف باقي الالقاب مين اللي حصل عليها ونتكلم برضو فيها خلينا روح لتقرير مع النقاط راضيين بالامس ونرجع نكمل كلام كل تكريم طبعا حاجة مهمة جدا كل تكريم هو جايزة ونشعان للصاحب التكريم او اللي يفوز بهذا التكريم والتكريم من مؤسسة عملاقة كبيرة هي الاهرام ممثلة في الاهرام الرياضي التكريم بيبقى حاجة تفرح يعني جايزة واعتقد ان كان فيه استفتاء وكان فيه اختيار بعناية للناس المكرمة فلا مبروك لكل الناس المكرمين احنا دايما الاهرام الرياضي بنقول انها العراقة والرصانة وصلت تسعين ظهرت ما حدث وصول مصر لكاس العالم وهي من المجلات اللي صندت مصر في كاس العالم التصفيات السنائية دي ودهنا بنوصل لكاس العالم لا يعني حاجة حاجة كويسة جدا نحنا نشوف حدث زي ده الكوكبة من النجوم كوكبة من من فتاح القرى مصرية كوكبة من الرموز يكون موجودين عندنا في المجلة ده شيء كبير جدا وشيء يحسب لمجلة الاهرام الرياضي اللي هي يعني دايما بتعمل الحدث دوم سلاتين كان عندنا نفس الحدث هنا في نفس المكان هنا الاهرام الرياضي كالعادة بتعمل استفتاءة من خلال جمهورها ومتابعين ومقراء ومن خلال النقاط ومن خلال النقاط ردين ومن خلال المداربين فاعتقد النهاية ده شيء مهم جدا وبيضيف للإستفتاءات حتى لعيب النهار اللي هي تشوفها تكرم زي أحمد فاتح عبدالله سعيد ده فرحان بيها لأنه عخص بكيمة أنه بيقدر على تعب مجود سنة كاملة فما بيجي تقدر حتى لو تأديم معناوي سيد مرسل خانية بقى أكمل معك بعد أيضا الألقاب اللي ممكن حصل عليها طبعا حصل تكريم للمهندس فرج عامر طبعا واحد من الناس المميزين في مجال الرياضة هو رئيس لجنة الشباب ورياضة مجلس النواب وطبعا مهندس الشام حطب رئيس اللجنة الأنبياء كل ده اللي جهدهم في إصدار قانون الرياضة واعتقد أن احنا كنا في وقت من الأوقات فعلا حيث القانون الرياضة ده كان شيء مهم يبقى موجود في النور وساعد وهيساعد في الفترة اللي جاية في الرياضة المصرية ده منطقي جدا برضو لأن يمكن قانون الرياضة كان شغل الرأي العامل مصري في 2017 بشكل كبير جدا يمكن عشان بس الدنيا هيديت بلوقت لكنه في فترة من الفترات كان عامل صحب كبير ولو حركة تذكر بقى اللحلة استرشادية وإلاخ يعني طبعا كويسا يعني بصراحة أنا بشكر مؤسس مؤسس الأهرام ومجالات الأهرام ردينا منسيتش حدث زي ده ودلهم وكرموا لكابتن المهندس فرج عامر والمهندس حشام حطب يعني فده شيء يحسب لهم يستحقوا بصراحة يعني طبعا تقريم دائما موجود وكل واحد بيكتهد وبيحاول يفيد بلدنا في جزئي معين ده طبعا يتم تكريمه من مؤسسة كبيرة زي ما بقول الحدثة خلينا أقولك أن بعض اللعبين أو الألقاب الأخرى اللي كانت من خارج النادي الأهلي كان فيه إبراهيم حسن لعب إسماعيلي حصل على لقب أفضل صانع العاب ويعتقد أن إبراهيم ماشي بشكل كويس أو مع فريق الإسماعيلي يستحق طبعا عن جدارة ودي حاجة كويسة جدا لأن حتى الخبراء لما بيجوا يختاروا ويركزوش طبعا أغلب التركيز بأهل وزمالك أهل وزمالك أهل وزمالك أهل وزمالك على طول أو يدل عليهم العين زي ما نقوله عليهم صبط عليهم كل حاجة لكن بصراحة ده شيء كويس جدا أن ده يحسب لللاعب نفسه هاتطر رضيف مع زميله الحارس محمد عواد لأنه أخذ محمد عواد لأنه أخذ الحارس لأن ده حاجة مش يعني الشمس ما بتدراش زي ما بقوله يعني ده حاجة ما فيهاش أي مجاملة ده حاجة وايستحق عن قدارة وده رأي النقاد والخبراء يعني ده ما ما فيهاش مجاملة وايستحق بالفعل هي الأسش بتختار على أساس إيه يعني دائما بيبقى فيه تصويت دائما ده حصل عملية تصويت من جمهور لا مش جمهور ده بيبقى خبراء ونقاد ومحليلين قروين وبيقولوا أراءهم يعني بيتاخذ واحدين ثلاثة وهكذا زي يعني أمور معروفة يعني للجميع فبتاخد رأي الناس يعني في الأول في رأي ناس الخبراء يعني فأنت هو اللي بيقول أنت مش بتحدد يعني ولو خد أي لعبة حتى نقوله لا وأعتقد أنها يعني حتى لو فيه مجاملة لو افترضنا واحدة يجامل مش معقول أي كام يعني كامة برها يجامل يعني ففي النهاية لا يصحي إلا الصحيح عشان كده كابتن إبراهيم حسن بيلعب في النادي الإسماعيلي اللي هو مش أهل زمالك ومع ذلك خد الجازة دي السعاء عن قدارة وبنباركه طبعا من خلال بيبقى قدارتك وطبعا كابتن محمد عود مش محتاجة كلام يعني من أبرز حراس المرمى في الدور المصري ويعود له الفضل كبير جدا في منافسة الإسماعيلي للنادي الأهلي على بطولة الدعاء على جدول الدوري أو كمة الجدول لحد وقت مبارا الأخيرة كان يعني أمام النادي الأهلي مميز أبو الزبط كان هو تقريبا أنه بيواجه النادي الأهلي بصراحة يعني مش عايز أقول كده بس عشان ما بخص حوق الناس لكن هو طبعا حارس بسم الله ما شاء الله أنا أحد من الناس أتمنى يكون موجود في روسيا 2018 إن شاء الله يعني طبعا كل أي لعب مميز نتمنى أن يبقى متواجد جوا منتخبنا يعني الراجل ده أكيد اللي عدامنا على الشاشة عايز كل اللي عابين مميزين عشان يبقوا طبعا 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 سند ليه في رسولة دي أنا عايزين كمان نعدي مرحلة الدور الأول ده الصراحة بها ناسعد جدا والرواج في الكرة المصرية يختلف تماما لو إحنا قلنا أي رواجة يبقى موجود في حالة وصولنا كاس عالم إن شاء الله بعد ما نوصل للدور التاني في كاس عالم يبقى أكتر وأكتر طبعا طبعا أعضاء مجلسات النادي الاتحاد الكرة المتواجدين بشكل كبير محنس هاني بوريدة وطبعا دوتور كرم كوردي وكابتان أحمد مجاهد كلهم يعني مش عايز أنسى حد جهاز الفني لمنتخبنا الوطني الكامل كانت تقسمنا بيه وكابتان أحمد ناجي وعنس هاني بوريدة أستاذ محمد شبان المتواجد كابت شوئ غريب يعني كلهم بلا استثناء محمود طبعا يعني واحد من الجنود المجهولة في منتخبنا الوطني كتنال عبدالعزيز طبعا يعني مجموعة من نجوم الرياضة في هاني الاحتفال طبعا طريق حمد واحد من الناس اللي حصلوا على لقب أفضل لعب وسط مدافع كانت فيه منافس أكيد ما بينه وبين حسام عشور أنا علش شكين في النهاية ده رأين الناس يعني ده رأي الخبراء واستحقا ولا يقلل طبعا يعني كمان هن واحد تسبب من الأسباب يعني من العيب اللي وصلنا بين كاس العالم وكاس أمم الأفريقية في الجمون برضو بلساش الأسلاح كانت من سنة كانت تزال النهاية بدول كدا كان النهائي وكانت البطولة شغالة في الجمون 2017 يناير كمان 2017 فيا استحقها طبعا عن جدارة ولا يقلل طبعا من أي لعب الله يوفق سواء سعد سامير في الدفاع أو حسام عشور طبعا مع فهم نفسه مع الكابتن طريحان طبعا ما ليس حقا أو من خلال قناة الأهلي أنا بس ملاحظة حتى هي ممكن تكون ضد مثلا النادي الأهلي الاستفتاء أنت بتقول على السنة اللي فاتت والد أزارو لا يعني ما هو والد أزارو في الفترة الأخيرة في الفترة الأخيرة الاستفتاء بقى على مجمل الفترة نفسها بالضبط ونشوف الأفضل بالناس مش الموسم اللي فاتت أنا عندي تعليق على أفضل أحسن أو أفضل نادي خاص آه ما هي ديك؟ لا النادي الألي أفضل نادي بشكل عام آه النادي الخاص اللي هو بمقصود به اللي هو الأندية الخاصة اللي هي ملمش جمهرية آه لأنديت الشركات مثلا لأنديت المؤسسات موجود المقص موجود المقص ما شوها احنا اللي اخترنا اختروا وراء برضو لا بالضبط مش نحن على المقصود طيب احنا عندنا يعني برضو بعض القابل خاص طبعا طبعا طريق حامد واحد من لعبين المميزين لعب نازل زمالك أيضا علي قبر كأفضل مدافع طبعا طبعا وكان فيه منافسة برضو بينه بين كابتن سعد سمير للأمان يعني طبعا ما فيش أي مشاكل هو أو كابتن سعد الاثنين في منتخب مصر ربنا يكرمه ووفا يستحق طبعا يكفي أنه في الدور الإنجليزي أفضل دوري في العالم حتى ودي بالمناسبة كابتن فاروق حاجة كويسة لي نحنا إن في الدور الإنجليزي عندية الدور الإنجليزي عينها علينا يعني بدأت بعينها علينا أنا أتذكر مدير الفني وستبرومتش لما قال لك إن هو شايف السنائي بتاع حجازي وجبر في المنتخب مصر فحب ينقل دالب الوستبرومتش رغم طبعا وستبرومتش في موقع متأخر جدا في جدر الإنجليزي إنما يكون متزيلوا بس إن شاء الله يقدروا بإذن الله حجازي وجب يقدروا يخفوا شوية من الهزام اللي بتحصل دووي وإحنا بنتكلم عن الدور الإنجليزي احتمال اللي بقى خلاص من السنة الجاي بقى فيه راحة احنا عارفين دور الإنجليزي ما فيش توقف حتى في يناير السنة الجاي عارفين فيه توقف خلاص شوف بقى هم المسؤولين عن إدارة الدور الإنجليزي عاملين حسابهم قبلها بسنتين يعني بلغوا الشركة اللي هي تنقل أو البس التلفزيوني صحيح إن من بعد سنتين هن نعمل راحة فهنتم تعملوا حسابكم فيه راحة من البس التلفزيوني شوف انت حرك بكريم بكريدر الإنجليزي بمين بس لا أنا بحرك دور الإنجليزي بأي دوري لا مش بأي دوري انت بتقصد عندنا أقول لك المانجمنت نفسه والإدارة نفسا أنت عندك الفيشن بتاعتك أو الاستراتيجية بتاعتك دول في كوكب تاني دول في كوكب تاني دول في كوكب كاروي تاني بأي ده عنا يعني حركة أنا بتفرج أي حاجة بتكررنا بأي حاجة معلش مفيش مقارنة لا لعيبة زي اللعيبة ولا مدربين زي مدربين حركة متفرج على ماتش ليفربول وتوتنهم مش ماتش حاسم على بطولة الدوري في إنجلترا وماتش ضرب نار حتى الداية 93-92 بغض النظر نحن تشجع صلاح ده موضوع تاني حالك شفتم بوراة الستي والليفربول عاملة زي فريق كسبان كسبان في الدوري أولاني تقريبا خمسة خمسة التاني كسبان أربعة عادي مفيش معايير أي حد في الدور الإنجليزي يكسب أي حاجة برح أرسنة ده اتغلب من بولوتنوس عادي عادي جدا أربعة صح؟ بالزبط الدور الإنجليزي ده سر متح الدور الإنجليزي حالك حنا متفرج على دوريات أوروبا أسبانيا متفرج على مرشات ريال مدريد وبرشلون ما تقوليش متفرج على كله كله أي حد بيلعب أي حد ستوك سيتي بيلعب بورنووس ما فيش مشاكل مرش قوي أي حد بيلعب بيمل أي حاجة وأي نتيجة واردة وأي حد ياخد الدوري مين كان يصدق أن فريق زي لستر سيتي من سنتين ياخد بطولة الدوري مين كان يصدق وبعدين كان زيما كان عندنا ويقول لك البيك فور اللي هو ملشيستر ونايتد ليفربول أرسنال تشيلسي دي وقت بقى البيك تن مش البيك فايف حتى مش البيك فايف السيتي شايف عملت زي بسم الله ما شاء الله فارق كتير جدا عن الباقية النهاردة صرعات على المراكز التانية والتالتة والرابع عشان بطالة أوروبا يعني در عبطال أوروبا لا أنت بتكلم في منظومة تانية خالص الجمهور حتى الجمهور بينه بين الأرض الملعب اثنين متر حدش بيتجاوز محدش بيتجاوز ده لو عندنا هتحصل بلاوي وكوارس إن شاء الله إن شاء الله الفترة الجاية كمان عشان الثقافة بزارة رياضة تكلمت على أن كاس مصر إن شاء الله هيبقى متواجد بطولة أفريقيا كل الأندية الأربعة يبقى بالجمهور يميلي لازم بقى إحنا كجمهور نساعد في عزيز بالزبط بس أنا بتكلم أقصد مناخ العام يعني الثقافة الناس نفسها يعني ما تتعملش ده الستاين الشتاين بقى والسباب والحلات للأسف بتحصل لي بتخليك ما متعايز جمهور يعني معين الملعب طبعا لما شفته ماشي قالو زمالك في الصدق الكهرة والله بصراحة عار من كمة مصرية أقوى دربة في المنطقة العربية وفي أفريقيا كمة صامتة حتى لو ألف واحد يقول لك أقصد من ألف واحد يعني لا طبعا ما شيء لا يليك بصراحة قمة أهل وزمالك ده ده السادة ما كنتش لقي يعني لو الأهل بيلعب بس مع فريق أو زمالك بلعب بس مئة ألف متفرج زمان يعني كبير مئة وعشرين ألف كمان حتى خلاها في الفترة خيجب بستين وسبعين فيش حد خالص أهل وزمالك لا ما دي مأسا بصراحة يعني قمة عرس الكروف في مصر مفيش حد أعرف في المدرجات لا عشان كلا لأحد يستمتع فعلا بالدور الإنجليزي آه طبعا دوريات تانية طبعا غير نجومنا اللي متوجدين فيه أنت في السرطة عايز أقول لك أن ليفربول فاس كتير أو كسب مكاسب كتير جدا في وجود محمد صلاح آه طبعا من المنطقة العربية كلها لا زائد محمد صلاح نفسه ده حكاية يعني برعيد عن المفنيات نجوم تانين جماهير اللي راحت وبقت موجودة على الموقع الخاص بليفربول واللي بيكلموه باللغة العربية واللي بيحطه اللي بيعمل كمان حوتات باللغة العربية عشان ويدي له فانيلا باللغة العربية لا كمان هو عشان هو اللعب نفسه بسم الله ما شوال الله رب نزيده يا رب عشان هو شغال على نفسه كويس ما حنا عندنا لعبة تانية مش بقلل منهم بس يعني ما هو في الصلاح دي حاجة بقى من عند ربنا بس الناس كلها بتتدولها لا هو لعب بصراحة اخرا عندنا لعب في مصاف المستوى الاول على الكورنانية معلش صراحة انا ما احترامي لميسي ورونالدو والله هو ما يقلش عنهم يعني شوال حركة الجون التاني موضوع تقالوا بدري شوية ماشي معلش كان محبك كان ممكن يبقى متواجد من ضمن اكبر لعبين تقيمة اللي بيحترف هو سن صغير يمكن احنا عادنا نقول روني وروني وروني هو اصلا ظهر عندنا وعندو 18 سنة ميسي عملين الكلم على ميسي ولسه ما كملش التلاتين ولسه مكملهم من شوية ورونالدو مش عارف من 3 سنين دوقتي عندي 33 بس يعني احنا بنسمع عنهم من 10 سنين و 15 سنة ليه عشان هم من هو صغير بيروح احنا عندنا ببتدي احترف او ببتدي يظهر من 25 و 26 فعشان كده كده تخطوة رائع جدا لمحمد صلاح هنو راح في توقيت سن صغير لبازل قدر يكتسل خلاص مخافش وطبعا كانت تجربة حلوة نتمنى يستفيد فيها في المستقبل لرمضان صبحي رمضان صبحي لانو راحه عنده 19 سنة أو 20 سنة فان شاء الله في المستقبل خلينا بقى نطلع بالفصل الحلو ده وهناي لمحمد صلاح نرجع بعد الفصل نكمل بقية الالقاب الموجودة في سفتاء الامس اوسكر الاهرام الرياض طبعا في البداية بقول الحمد لله اكيد على الفوز النهاردة باحمد ربنا واقول انا طبعا صعيد جدا باستفتاء الاهرام وما اقول الاهرام دي كلمة كبيرة جدا مؤسسة الاهرام اللي بينبسط منها طبعا الاهرام الرياضي والاستفتاء اللي هو عمله استفتاء اوسكر الاهرام الرياضي واكيد طبعا زي ما انا بقول يمكن ان خلال الحفل يعني اشاره الى كم الاستفتاء اللي تم من قبل الجماهير وكلمة جماهير دي بالنسبة لي بتاعني شيء كبير جدا لان انا ببقى سعيد جدا لما يبقى كمان الاستفتاء بيجي عن طريق الجماهير وكل يعلم معنى الجماهير بالنسبة لنا ومرارا متكرارا جماهير النادي الاهلي بالنسبة لي بتمثل شيء كبير جدا ومحور تركيزي وعملي اللي انا بعمله طبعا بيندرك تحت اهداف كتيرة جدا اولا المنظومة والكان اللي انا بشتغل فيه وتحقيق اهدافه في نفس الوقت اسعاد جماهير النادي الاهلي هو ده الاهم لانه هي دي برضو هي دي اهداف الكيان الكبير اللي هو النادي الاهلي هو اسعاد جماهيره فبسعيد جدا وبحمد ربنا ان الاستفتاء جاء عن طريق الجماهير اهه وده شيء طبعا بيمثلي يعني وسام ان انا افوذ بهذا الاستفتاء اهه بتحقيق الجماهير شرف لي واهه احصايا اكيد ان انا بقول النادي الاهلي اللي فضل كبير جدا علي لانه بفضل لله طبعا احصايا برضو اهه كم البطولات اللي انا عملتها اه يعني مش بيعطاق ده هي حصر يعني بالاحصاء كده اه يعني اكتر مدرب مصري عمل بطولات وفاز ببطولات فده بحنا اضربنا عليه طبعا وفي نفس الوقت اكيد الدوافع موجود لان كرة القدم والرياضة يعني من سماتها او اساسها او البيزق بتاعها المنافسة والمنافسة دي بتطلب اشياء كتيرة جدا تجديد الدوافع شخصيتك ان انت على طول بتقبل الدحاد دي وفي نفس الوقت بتبقى بتحب الفوز وبالذات ما يكون في كيان زي النادي الاهلي وبالذات يمكن انا برضو بحمد ربنا ان انا برضو محظوظ لان انا من اول لما كان عندي عشر سنين يعني كنت موجود في النادي الاهلي اتربيت في النادي الاهلي فاتخلقت الحاجات دي بجانب شخصيتي يعني يمكن هيئة دي موجودة في شخصيتي لكن زادت بشكل كبير جدا بالبيئة اللي موجودة في النادي الاهلي الشيء الاولاني ان انا بابا سعيد جدا الشيء التاني مسؤولية كبيرة جدا وطموح اكتر لأن هي دي طبعا من عاداتي وفي نفس الوقت لابد أن أوجه الشكر لشرقائي في هذا الاستفتاء وفي هذا النجاح لأن شرقائي طبعا المنظومة نفسها النادي الأهلي والكيان هو لي فضل كبير جدا علي أن أنا أفوز بهذا الاستفتاء مجموعة العمل ومنظومة العمل اللي موجودة معايا طبعا الجهاز الفني والجهاز الإداري اللاعبين اللي أنا تملي بقوله أن هما الأداة المنفذة كلنا بنتعب بنكتهد كل العمل اللي نحن بقوم به لكن اللي بينفذ طبعا هما لعبة النادي الأهلي فأنا بشكرهم وبقوله أن هما شرقاء لنا في هذا الفوزيان طبعا بنبارك لكبتان حسام البدري وحصوله على هذا اللقب من واسق أسكر الأهرام ممكن يعني من وجهة نظر الأستاذ محسن لمنهم المجوتات كبتان حسام في الفترة السابقة يعني زي ما انا شايفين نادي الأهلي في حالة استقرار فني رائع شايفين فريق ماشي ازاي أعتقد دا كان برضو مجمل من الاختيار بالنسبة ليه الخبراء اللي اختاروا كاته حسام كأفضل مدير فني هذا الموسم أو الموسم السابق طبعا هو يستحق عن قدارة مش بس يعني ممكن كنا منتكلم عن أحراك قبل شوية أنه مش بس من دلوقتي يعني هو من ساعة ما تعلن المهمة في شهر أو في صيف 2016 في رأي الشخص أنه كابتان حسام بدري أنسب مدير فني محلي يمسك النادي الأهلي غير كده يبقى أجنبي يعني شخصيته القوية والصرامة بتاعته بتتماشى مع طبيعة نادي كبير زي النادي الأهلي يقدر يعمل معه بطلاط لهوقت دي شخصيته كمان مع أدارة طبعا قوية زي أدارة النادي الأهلي مهما أمام أن كانت الأدارة هو رجل حدش بتدخل في شغله فدي حاجة كويسة برضو كابتان حسام لما جاء عمل خاد دوري بدون هزيمة خاد كاس طبعا يعتبر بدون هزيمة لأن الكاس حراك عارف طبيعته فاخد دوري وكاس خاد الكاس كانش يقال للنادي الأهلي يخده من عشر سنين كاملة من 2007 صحيح فدي حاجة برضو كويسة يعني مش حاجة مهمة أوي بس طبعا عشان الجمهور الجامعة السنائية ما كانش يجامعها من 2007 من آخر مرة عشر سنين طبعا بيحسب لين الجيل مش قبل الصبر عزول الحركة أنه مثلا الموسم السابع قريبا أو السادس في تاريخ النادي الأهلي يخده بدون هزيمة صحيح كمان في بطولة أفريقيا وصل للفينال وكان خسر سوبر السنة اللي فاتت وكسب سوبر السنة اللي بس عزول الحركة هو لما خسر طبعا خسره بدربات الجزاء يعني ما بتكتبش هزيمة بتكتبت عادل بس هو فلول في الآخر ما خدش البطولة يعني عزول الحركة أنه لو كان وفق وخد بطولة أفريقيا كان خد النادي الأهلي أفضل أفضل نادي أو نادي في أفريقيا أو زي ما حصل خدها الوداد لأنه طبعا بيأخدها بطل دور الأبطال وكان نافس الكابتون حسين البدر على أفضل مدير فني بدل حسين عموطة لأنه دمال دي استنبا يعني وكان فرصة أنه يأخدها بس لو لا يعني حسين عموطة السنة اللي ما يخدهاش لأنه كان معاه سنة مؤهلة لكاس العالم فعشان كده بيأخدها المدرب بقى اللي يوصل لكاس العالم زي خدها كده هكتر كوبا أو مثلا السنة دي ممكن لو فريق أي مدرب في أفريقيا عمل إنجازات في كاس العالم فهيأخدها السنة اللي جاية دي على طول استنبا لكن في العادي كان بيخدها المدير الفني زي مانو الجزي كان خدها قبل كده هو قدر الأبطال فكابتون حسين البدر طبعا ما صرته ناجحة بنسبة 90% طفوقت 95% كمان كانوا حتى اللحظة كابتون حسين دايما بيرمي لحتة الجمهور يمكن كان فيه شوية جمهور بيدعو أن هو مثلا ميشي وساب النادي والكلام اللي هو كان وضحه قبل كالله ده كان فيش حجس مهروب ده الرجل كان باتتفاءة مع مجلس الإدارة بس برضو زي ما بنقول دي ما ننساش يا جماعنا كابتون حسين قبل مباراتي النهائي قدام الوداد كان فيه ظرف شخصي بنته كان تعرضت لحادث في كندا وما سابش النادي الأهلي مع أنه لو ساب ما حدش يلومه تماما ما سابش النادي الأهلي وكمل المرشين وطلع حتى من المغرب على كندا يطمن على بنته فدي حاجة مهمة جدا زي ما فيه ناس بتقول أنه هو قال ساب النادي الأهلي يعني وهرب أو كلام طبعا مصحي الرجل وضحه يعني وما حدش حتى يتكلم فيه كتير برضو الناس اللي ما ينساشوا الحتة دي هو الرجل قعد في النادي الأهلي وما قدر لا مع أنه حضرارك مع كنز الدنيا لا تسوى طبعا دي بنته طبعا ربنا طبعا شهرها الحمد لله والأمور جات بسلام فهو كابتون حسين بادر طبعا يستحقها مش عايزة كلام يعني الرجل متماشي تماما مع طبيعة النادي الأهلي ابن النادي الأهلي فهموا الأمور دي مش أول مرة يدرب النادي الأهلي عمل أحلى كورة في النادي الأهلي تعملت من سنين عزوالحراك بطولة أفريق 2012 كورة بصراحة لحد يمكن لو أقصوا التحديد المباراة الأهلي والترجي في رادس اتنين واحد لما تعدلوا هنا واحد واحد وليس كان فيه فريق برضو ساعتها كان ما كانت حسين بادر قوي الفريق ده كان موجود أبل كده السندي كانت التكوين فريق وعملية الروتيشن لتتتعامل صحيح فيه بعض اللعبين يعني مش محتاج مجهوداتهم في التوقيت الحالي بتتعامل بشكل مميز جدا وجودهم كمان وجود اللعبين بجداد ونزولهم أعطاهم بتتعامل بشكل مميز هو بصراحة في الحتة دي يعني بسم الله ما شاء الله برفع له كباح في حسن قدرته حتى داما نوا كابتن حسام حريص على الأداء حتى الناس كانت بتقول لنادي الأهلي بيكسب وما فيش أداء بس ما على الوقت بيجي الأداء لأنه دايما بيبقى حرص نهيج حيج حتى تلاحظوا أنه دايما بيضرب اللعبة النادي الأهلي هو حرك بتابعة تمرين بيضرب في مساحات ديئة ليه بقى لأنه حتى أنا كنت تكلمته في الموقت إنه كان لو تتذكر 2018 لأقصب كان لابد طريق تيكي تاكا يعني إنه ما حدش بعملها في العالم كله لبرشلونة هو مسألته تبتعانها زي يا كابتن قال لنا بتحتاج جهد كبير جدا وتركيز علي جدا لأن اللعب قبل ما تقول الكورة بيفكر هيدها المين فكل وكل وانتقش عشان كده لما النادي الأهلي عملها حركة أنا أعطى أرى كل الصحف العربية تحديدا شمال أفريكا تونس مغرب جزائر وأفريكا كلهم بعدين بيتكلموا النادي الأهلي بيقدم كورة مش موجودة في أفريكا رغم أن الموسم ده كان النادي الأهلي ما بيلعبش كان الدوري يوقف للحركة لو تتذكر بعد حدث صحيح كان الدوري يوقف للأهلي وطول الموسم ما فيش دوري أصلا ومش عارف حتى يلعب وديات كان الدوري يلعب بره عشان يعرف يلعب فكانش يلعب على منشط أفريكا في الجونة كمان آه بالزبط حاجة صعبة جدا ومع ذلك ما لعبش على بطولة أفريكا في المقابل المنافس مش غلية ده عملاق أفريكي ده عملاق أفريكي ده عملاق أفريكي اللي هو نادي الترجي ومستقره ومعندوش أي مشاكل ودوري شغال وشغال ومع ذلك النادي الأهلي بتفوق عن جدرة واستحقاق يعني ده قيمة النادي الأهلي وقيمة لما يكون حد من أبنائه بيبقى حاسس اللعبة بعيد حاسس باللعبة حاسس بالجمهور حاسس بالنادي حاسس بقيمة جازة كده ممكن الكابتن حسام ما رحش فيه جواز ممكن ما رحش بس صراحة دي تحديدا لأنه عارف طيمة وعركة الأهرام وأن النادي الأهلي بتحسب للنادي الأهلي بتحسب له شخصيا وفيها جزء جماهيري فهو أكد عليه كذا مرة مع تقديره طبعا للخبراء أكد على الحتة دي فطبعا الكابتن حسام هو أنسب مدير فني محلي يدرب النادي الأهلي عشان بس ما ننساش برضو أن فيه لعبة من خارج النادي الأهلي أو أخدوا الألقاب يعني زيقول بس محمد حمدي لعب النادي المصري واحد من أولاد النادي الأهلي برضو وأخد لقب أفضل زهير أيصر طبعا طبعا محمد حمدي طبعا من ضمن المنظومة التي يلعب بها نادي المصري يلعب مقدم موسم كويس جدا مع مديري بحسان حسان مصري عاملين شغلة عالي جدا هراك ممكن شوفتهم في نهاية كاس مصري وفي الصبر المصري قدام النادي الأهلي النادي في المراتين فاز بصعوبة حتى رغم النادي الأهلي كان أفضل بكتير في المراتين بس ما عليش فاز برضو هنا بإكستراتايم وهنا بإكستراتايم برضو فاختيار محمد حمدي لا يوجد أي مجاملة اللاعب رائع بصراحة ينتظر المستقبل جيد بنبرك وطبعا خلال قناة النادي الأهلي طيب وإحنا برضو وإحنا بنتكلم على العبين أيضا المؤسسة أرام أو الأرام الرياضي ما غفلتش جزئية الأعلام الرياضي وده شيء مهم جدا توصيل المعلومة للجمهور أو المتابع ده فيها أمانة وفيها مهم جدا أنك تنتقي المعلومة تنتقي بصراحة وبقونس الناس بتبقى حبة الشخصية اللي هي تديها المعلومة الصحيحة بشكل مميز أعتقد يعني كابت سيف زهر واحد من الناس المميزين اللي حصلوا على هذا اللقب واحد من الناس اللي عزاز جدا عليك كمان قد سعيد جدا برح بفصوله يعني اختار كابت سيف زهر بتشوفه زهر طبعا وده مهم جدا حراك قبل ما نقول الكابتن سيف زهر طبعا بتبريكله لكن أنا عزو الله حراك الإعلام الرياضي زي ما حرك بتقولي هو المكمل المنظومة المنظومة دي المنتخب وسمكس عالم كويس ان تبقى رسالة متقدمة بشكل صحيح لانا بشوف في فضائيات فيها ناس أنا معرش الناس دون من أصلا يعني أنا معرش الناس دي داخلت إعلام ايه وبيتعال عليهم الإعلامي ممكن فيه ناس لسه حتى وقفهم حقيقة الرياضة أو لجنة الإعلام دي لسه لجنة الإعلام عفوا أنا يالما وقفهم عم يلغوهم مش يوقفهم أنا بقى فيه ناس أنا أصد حد معين بس عشان ما أحدش يأخذ الكلام فيه ناس أنا معرش الناس دي يعني لا كانوا لعيبة مثلا ولا كانوا إعلاميين ولا تدربوا أنا معرش مهدى اللي بيعمل المقاسي في الإعلام مهدول اللي بيأخذوا بقى أعلى نسبة مشاهدة من خلال بقى الألفاز والشتايم والفتنة اللي بيسروها مهدول أحد أسباب الفتن أبو ظب فلما يحصل حاجة كويسة زي ما احنا بنمتقد الناس اللي بتعمل الفتن دي الإعلام كان جزء من مأساة برسعية فيه ناس بتسخن فيه ناس غرية جدا من أسف اللفظ بتفكر نيب بتساعد لكن للأسف هي بتسيق بتسخن بتجوب بتهين بتشتم كل ده المتلقي المتلقي ما بيأسف الإعلام بس محسين وحنا بنتكلم هو إيه الهدف من وجود الإعلام هو توصيل المعلومة بشكل لائقه بشكل محترم وإصالة أي قضية ممكن تكون في صالح العام بالنسبة للمجال اللي انت بتتكلم بتخدم الوصف صح وتخدم المجتمع ده كويس لما كده مفروض الناس ما تصدقش الناس دي يعني أنا بكراريك من تالأمانة ما هي فيه دكاكين فتحة النهاردة اسمها فضائيات للأسف شديد جدا فيها صفحة مساحات هوا كتير جدا أنا مش عارف أنا معرفش مين الناس دي يعني أنا بزعل جدا لما بيشوف الناس مشهورة بيطلعوا معهم بصراحة يعني أنا واحد من الناس بصراحة لو جاتني دعوه منهم والله ما أروح أنا معرفش مين الناس دي أصلا يعني يا جماعة بصراحة عيب قوي يعني كل واحد بروح بيهين نفسه كل واحد بيعمل مدخلة بيهين نفسه مين يعني مين مين ده أصلا يعني أنا بكون النتيجة أو النتيج بتحصل مع الوقت الكارس والاسم إعلامي وده ممكن يلاوله حد يدوله جايزة كمان تبقى كارسة يعني لا فطبع لا فأصده له حراك إن إيه لما بقى حد يعمل حاجة كويسة فواجب أنه يتقل زي باب نتقد لو عشل فكابتن ساميرزا سيفزار يستحق طبعا وعمل حد صراحة مصر كويس ومشوره كويس جدا ويستحق طيب خلينا نروح بقى التقرير لتنين من نجوم النادي الأهلي الكبار اللي كانوا موجودين وأخذوا جوائز فيه هذا الأوسكار الأهرام كابتن أحمد فاتحي طبعا وكابتن وليد سليمان نجوم النادي الأهلي ونجوم إن شاء الله منتخبنا الوطني سواء بأحمد فاتحي إن شاء الله نضم وليد سليمان لمنتخبنا الوطني إن شاء الله مزكر كل الناس المتواجدة وكل نجوم مصر الموجودين هنا دي حاجة كويسة وزي ما قلت دي شرف لأي لعب يكون متواجد هنا والحمد لله على يعني إن الواحد أكون متواجد من ضمن الناس اللي هتكرموا وبشكر كل الناس تاني مرة أكيد طبعا واللعيبة والجهاز وكل الناس المتواجدة واللي بيحبوا نادي الأهلي عايزين نحق بطولة أفريكة إن شاء الله يعني كل ده في دماغنا بس نحدي مرحلة مرحلة إن شاء الله بإذن الله نحق بطولة أفريكة السنة دي إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله في لأي واحد اللي يكون مكرم في حفلة زي ده بشكر المرحلة طبعا على الحفلة اللي إحنا حضرين الحفلة حفلة بالنسبة لنا تبقى مسؤولية عليهم اللي أنتو بيدينا ضغط طبعا يتحفز على مستوىك على طول وبشكرهم طبعا حفلة جميلة ديته إن شاء الله يا رب يكون موفقين دايما عشان نفضل في المستوى ده على طول نجمين كبار أحمد فاتحي وليس المان أخلاقا طبعا حاجة جميلة لا أحدش يختلف عليهم يعني مهما كانت انتماءاته أهلي 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 اللعب هو اللي بيفرد احترامه على الناس يعني صحيح مش لون فانيليوت هو اللي بيفرد هو اللي بيفرد احترامه على الناس لعبة لعبة في الأندية الكبار الأهلي زمالك والإسماعيلي التلاتة كمان ومع ذلك ما بيالقوش لا احترامه لا دا ولا دا ولا دا إنه لا صحيح إلا الصحيح طيب إحنا أنتم برضو ما سبتموش حتة التحليل كابتن أحمد حسام ميدو وكابتن حازم طبعا نوحد من نجوم الكبار أحمد حسام وكابتن حازم مقبولين حتى تحس أبزا الكرة دوسقص كرة عشان تطلع المعلومة وتطلع الفنيات ما ممكن لها أحد الكلام في الكرة بس لعيب الكرة اللي بيتكلم في الفنيات بشكل مميز أعتقد الجمهور بيحس وبيفهم بشكل كبير هذه الجزئية دا صحيح شوف كنت أقول لحضرتك مهما انكادة الانتماءات الناس بتحب اللعيب اللي بيفرض نفسه أخلاق والكلام دا كله الكلام دا بيمطبك على كابتن حازم طبعا برينس بصراحة رجل واجهة مشارفة جدا لأنه الزمالك طبعا الكابتن ميدو رجل كان محلل في بينسفورت قبل كده وسبع طبعا لمواقفها من مصر طبعا ديكت حاجة تحسب لي وجاء حالل هنا في قناة أونسفورت بصراحة يعني احتاج جدير جدا بملاعب أوروبا وكان لا يحترف حوالي خمس دوريات كبرى كمان لما حالل بره حالل كان بيعوده مع ناس كتيرة يعني ناس قدار يعني أقصد محلين أوروبيين زاد هو رجل طبعا شخص ذكي يعني بيعرف يستفيد ويعرف يكتسب خبرات فده استفاد نحن بي كمطلقيين بتحليل وبتحليل الكابتن طبعا حازم أنب اللي اتنين طبعا يستحق طبعا عن قدرة واستحقا هاخدك بقى الواحد من الناس اللي مميزين جدا وممكن كرمتون بارح لعطائه في مجال كرة القدم وانسعد القاعي يعني نحن دائما متكرمه على طول من خلال طبعا تواجده هنا في القناة دائما بنستمع لنصايحه دائما حابين تواجد وهو بيتكلم في جزية خاصة كمان بين النادي الأهلي ومدفاع المستمر عن النادي الأهلي لكن هو في مجال الرياضة حاجة صراحة تدرس طبعا الكابتن عضلك هاي بسم الله ما شاء الله يعني إذاكرة تسير على قدمين دي حاجة عنده مستلم مهمين جدا الإقناع بالمصدقية صراحة هو مقنع جدا يعني حتى ممكن تختلف تقول مثلا كنت كذا مرة واجب مثلا اتهمات أو انتقادات وقال هالو كان يجاوب علي ومش عارف أنه ممكن يسأل هالو أو حتى بيتوقع بيقنعني بالإجابة بلاي عنده حق يعني حتى الاتهمات اللي بتتوجه لي بيحولها يعني بيوجه لك انت التهمات اللي كنت طبعا انت ليه ما عملتش كده فهو بصراحة طبعا بسم الله ما شاء الله باع طويل في النادي الأهلي يعني حتى كنه موجود إعلامي هنا في قناة النادي الأهلي وهو مؤسس قناة سوريا مؤسس مجالة النادي الأهلي في السبعينات وكتب كان بيكتب زمان في المجالة في بدايتها يعني وقبل ما تطلع مجالة النادي كان بيعمل جرائق لا بصراحة هو يعني يبخت النادي الأهلي بالكابتن عضل القيعي بالأمانة يعني يمكن حتى في الفترة أخيرة مش عايزة خوش طبعا في جزئية الانتخابات لكنه كان ليه دور كبير جدا عند جمهور النادي الأهلي رغم أنه كان في قناة الأهلي كان بيبتقى المجلس الأدارة فما أقول حركة مصداقية والإقناع عندي كابتن عضل قيعي طبعا يستحق هو صاحب كلمة ورائي يعني متواجدين بشكل كبير وما بيخافش عنده حتة النانا مبتنع وقال لك النادي الأهلي والنادي الأهلي أقال لك النادي الأهلي أهم أنا مش مهم النادي الأهلي النادي الأهلي وعلى ما كان بيكلم على قصص الاختراك والحاجات اللي كان بيكلم عليها طلع كان عنده حق تماما والآن أثبتت وحيث التعقدات ما رأيك فيه طبعا ما فيه مهندس دا تعرفش تتكلم يمكن كان فيه يعني كلام مع المهندس صدقائي ودي حاجة بقى المميزة اللي هو بيفكر فيها دائما حتة الكوادر في الفترة اللي جاية بنسبة لي هذه جزية جزية التعقدات وحطة اللي انت بتختيارات اللي عيب وزيت تتفوض معهم هو بيحاول بقى يعمل الكوادر في الفترة اللي جاية ودي أهم حاجة هو أعتقد حطيتها في المهند دي نيزة فيه لأنه هو مش بيروح مثلا يعني هو مش بينفذ كده زي الألف يعني هو هده هده يعني هو كان حقا لنا قصة أنه هو قصة فيلكس بتاع جانا فيلكسبوها جي لما راح يجيبهم أصلا كان شرح يجيبهم وكان راح يجيب اللاعب تاني لعب تاني راح اتدور الألمانية بالمزل مش فاكر اسمه دوقتي بسوأ تخيل جاب المعلومة من سوأ التاكس اللي خده من المطار اه في غانا بقول لهم احنا جايين للعاب كازا قالوا لا ده خده في ده كان النهاردة جاي الوافد من ألمانيا خده حاجة كده يعني فوأخد المعلومة من سوأ التاكس يعني حاجة عادية جدا يعني ممكن مقدردش معه أصلا وراح قال لها بص بقى على حاجة تانية هو كان ده يعني عالي هنا في شكل شخصي قال لي غانا دي منجم مواهب منجم وفعلا حقيقة يعني قال لك أما راح تشوفت عيني جات على على فليكس وعرف بقى مرضيش يشد قوي عشان ما يرفعوش في السع كان لسه العاب صغير عنده 18 سنة لحد مهاه يعني طبعا هم ما عارفوا انه في الاخر فضح أمر يعني انه كان عايز يجيبه فلما تعطي تسمع على القصص بتاعته بسم الله ما شاء الله يعني حاجة حاجة تانية يعني بعد كابتن عبد البقاء لا يرحمه كابتن عبد لك يا رب نتله صحيح طبعا يستحق كان مهم جدا تكرموه طبعا 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 يعني كانوا موتوك دين لمدة 40 سنة في مجال كرة القدم اده بشكل بسؤول النادي الأهلي أو الكرة القدم في المصري يمكن أيضا كان في بعض التكريمات الأخرى كابتن سامير وثمان من حكامنا الدولي السابق أيضا كابتن فيك صالح حميد مدرب حراس المرمى كان مهم جدا طبعا نستهومش صراحة آه لا ده جهده ده جهده وحقه ما فيش أي مجاملة في الموضوع آه كابتن فكر بسم الله ما شاء الله عنده باع وكابتن سيفي قوي جدا بصراحة آه رجل له فكرة حتى دائما موجود على الفيسبوك وقعد ينزل التدريبات بتاعته في فيديو وحاجات كده يعني بعض أتابع الحاجات درغمان مش فني بصراحة شغل يبتهد آه جهد يسكر فيشكر يعني وكذلك طبعا كابتن سامير وثمان طبعا ربنا بارك حبيبنا هنا محلل التحكيمي حاجة مؤدبة ومحترم جدا كمان فني هايل يعني ما شاء الله وبيحب يعني ميزي كاتسرين عثمان نو بيحب زميلو يحب ان هم يطلعوا سلام في المرش ماش في أي مشاكل ايه طبعا لما سيرة الحكم ما تجيش لما يكون المرش مش تمام صحيح نشكر الحكم لما يكون في خطأ فهو يعني أهم حاجة عندنا حتى لما نعد نتابع نجومنا أو حكامنا لما يحكموا مرشات في أفريقيا أو في كاس العالم بما دائما نعجيين المرش عجيب سلام يا رب ما تقولوش كرة بقى مع قربة زي ما بقول تتلغبط فيها ما يعرفش زي اللي حصل طبعا مع كابتن جامال غندور في مونديال 1998 ولا 2002 2002 عفوا كان لأسف صدفه حظ في مرش أسبانيا وكوريا بنتمنى بقى كابتن جهد جريش ان شاء الله في الفترة اللي جاء في كاس العام ان شاء الله يشرفنا على ذكر التحكيم عايزة رجعلك اللاعبين بقى اللي أخذوا الجوائز طبعا من الندى عبدالله السعيد يعني احنا تكلمنا على عبدالله السعيد ولكن دوروا في الفترة اللي جاء لمنتخبنا الوطني وتقلقوا اللي انت شايفوا ملحوظ جدا مع النادي الأهلي بتشوفوا ازاي برده طبعا حتى لما تشوف الكابتن عبدالله السعيد حتى مش بس مش دوروا في وسط الملعب او بيسلم او بيعمل او بيربط خطوط النادي الاهلي ده كمان ده هداف ده هو الهداف بعد والد ازارو يعني والد ازارو 11 هدف هو 9 يعني 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 الدور طبعا دور مهم جدا سواء في النادي الاهلي ومنتخب مصر ممكن لسا أقل حضرتك انه هو في المنتخب هو بعد الكابتن محمد صلاح يعني المجمع كلها طبعا عملت كله عمل من اول للاخر واحد من الاحتياط كمان لان كله المجمع واحد لكن لما تيجي في الاهداف الاوليين لتتتذكر كانت حتى سنائيات عبدالله سعيد ومحمد صلاح عبدالله سعيد ومحمد صلاح ودي نقطة مهمة جدا عبدالله سعيد بيلعب في الدور المصري في نادي الاهلي محمد صلاح كان بيلعب في الدور الإطالة وبعدين بيلعب في الدور الإنجليزي ومع ذلك حصل انسجام غير طبيعي احنا استفدنا به لو تتذكر اول مباراة في الافتتاح كانت مباراة مصر وكونغو في الكونغو وكونغو تقدمت علينا واحد سفر يعني كانت ممكن هذا المرش يروح مننا صحيح لا صلاح عفوا السعيد ادل صلاح سجل وصلاح ادل سعيد سجل وكسبنا بعدين حتى المرش الثاني الجنين بتوع غانا لما كسبنا اتنين سفر صلاح سجل وبرضو عبدالله سعيد سجل برضو ادهاله حتى لو كانش قصده بس يعني الجن التاني بتاع عبدالله سعيد اللي هو حسم الأمور وريحنا من من عملك غانا ده أو وحش غانا زي ما يقول وهكذا المرش مشت يعني يعني الاتنين بسم الله ما شاء الله ودوره لا يقل الأهمية لا في المنتخب ولا في الملعب وحارج داخل الملعب برضو في الجزء مهم جدا ومكان مهم جدا لا لا لاجنا عنه طبعا لو لك محسن النادي الأهلي بيلعب نفس طريقة منتخب النواطن أو منتخب النواطن بيلعب نفس طريقة النادي الأهلي فعبدالله خلاص حافز الجزئيه دي في شكل كبير بيعرف كمان يتأقلم سريع يعني النادي أهلي ممكن وليد أزاله لسه جاي خلاص ويجب وليد أنه يتحرك على حسب يفش في البوطقة حسن أنه ابن النادي خلاص حتى مثلا كابتن ويل سليمان على ذكر بلعب اللعبة اللي لم يتوقعش على بيت بس دي ميزة في نادي الأهلي كل بيخش في البوطقة الواحد يعني لأن الكل في واحد اشعار اللي هو الاهلي فوق الجميع الاهلي فوق الجميع في الاهلي عشان الناس كثير محبين للنادي الأهلي وأعتقد ده نادي اكبر نادي في مصر اكبر نادي في مصر حتى ما تلاقي مثلا في عندك حاجة في حرص المرمن فيش مشاكل حارس اساسي قعد وحارس بديل هو اللي بيلعب في مشاكل والناس يعني ما بتعملش مشاكل خلاص حص حص لان المصلحة طبعا كل لعب عايز يلعب وكل واحد عايز يشارك وكل واحد عينه على يونيو 2018 في روسيا بس برضو في النهاية ما حدش بيكلام المصلحة النادي الاهلي هي رقم واحد وبركاته مصلحة اللعب طيب خلينا نروح نتكلم على عبدالله سعيد نروح لتقرير مع عبدالله سعيد ولقاء معي ونرجع نكمل كلامنا مع عبدالله سعيد ونرجع نكمل كلامنا مع اساس محسن لملون الحمد لله يعني طبعا اللعب يبقى موجود في وضع تكريم ده حاجة كبيرة وأكيد اللعب يبقى مبسوط بيها فأنا مبسوط بحاجة زي كده وأكيد حاجة بتدفع الواحد من هو يعني يقدم أكثر عشان الوضع تبقى موجود ده مش تبقى موجود فيه يعني طول حياتك وفاطر اللي انت بتعرف تكريم فلما تبقى موجود في تكريم فديحة كبيرة وحاجة الواحد بيتمنيها ودايما تبقى فاكرها في فاطرتك اللي كنت تلعب بيها فالحمد لله أنا مبسوط بالتكريم ده وبتمنى ان شاء الله ان انا بقدم حاجة كويسة وبعند حسن رزال للناس يا ان شاء الله أنا بستعد طبعا ان انا بقى قدم يعني شغلي بشكل كويس في النادي عشان دايما ابقى جاهز وابقى مؤهل بشكل كويس وطبعا بعد كده ان شاء الله الواحد لو موجود ان شاء الله في المتخافي يبقى جاهز فنيا وبدنيا ونفسيا فان شاء الله بتمنى ان انا بقى جاهز بشكل كويس ووضع اقدم حاجة كويسة بزيلا موسيقى 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 نحن نتكلم على اللعبين نادي الاهلي اللي اخذ برح ست القاب او النادي الاهلي اخذ ست القاب في بعض اللعبين ممكن حابب تتكلم عليهم بمنظور مختلف بالنسبة لتوجودهم داخل النادي الاهلي الفتر قادمة يمكن كابتون وليد ازارو مهاجم النادي الاهلي عشان هو الفترة اللي جاهت هلقى منافسة كبيرة جدا طبعا عندما نضمهم صلاح محسن وعودت ان شاء الله مراوان محسن ايه عشان انت تقدر تكمل وانت هداف النادي الاهلي والاقرب للحصول على بطولة رقب الهداف الدوري فيما لو ربنا وفقك وسجلت لجان اللي جديح فالتحدي عندك علي جدا لان كمان الاتنين التانيين صلاح محسن جاي براقم كبير جدا وجاي صفقة مدوية وكبيرة للنادي الاهلي فبالتأكيد مش هيجي يبقى لعب عادي يجب هيلعب اساسي او يعني دي رأيي ايه أساسي ايه أمشاسي طبعا الجهاز الفني مع احترمي طبعا ليه أبو الله حراكن جاهب رجل عزيز نفسه زي نفس الكلام برضو أول ما ولد جاه ولد أزارو جاه كان في لغة برضو حوالي انت لعب صغير و جايبينه و مش عارف بكم مليون دولار و حاجات كده فعشان كده كان بيضايح كتير ده جزء كان من شخصيته ان هو كان بيضايح كتير كان بيضايح كتير في الأول كان كتير أول الاهداف كان بيضايحها وبانت أكتر بدأ كان الكابتون حسان بدري بصراحة كان تحسب لي النوع ده من كان صبرت ليه على طول يخليه أساسي الناس من جمهور يهاجم و برضو بيلعب 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 برضو بدأت اللعب أزارو يتأثر نفسيا بالهجوم ده لما جات له كورة كان انفراده وبعدين ادها التاربيان احمد حمودي او حاجزة كده مش فاكر كان مباراة ايه بدأ بقى يخاف يعني خلاص ايه حاليا كده اه بدأ يخاف دي بدأ تأثر على نفسه حتى استحديد ان مبارات النجم الساحلي وسجل هاتريك من مباراة تاريخية يمكن ده بل مناسبة الحاجه اللي طلع به اهدي العهلي من بطول الدرقبط أفريقية ان دايما كان دايما النجم يقول لك ايه انا اكسبة الاهلي في اكسب عنديه في تونس وانا اكسبت الاهلي في القاهرة فالاهلي وده من يقول لك السلسية تلاتة 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 في الاهلي خلصت بمضعف ستة فهو كان بطل هذه المباراة سجل هاتريك طبعا ففتحت معها بقى شوية من المتقصر بعد أن والد أزارو ما ننساش أنه سجل في كل البطلات اللي شارف فيها البطلقة عربية وبطلقة أفريقية والكياس والدوري والصوبر أنت بتعتبرش بكة موجود معهم في المنافسة دي؟ يعني بكة عشان مش موجود في المشاركة كتير يعني هم ملعبش بطير صوبر ماتش الودي ماتش الودي إمام النجوم للصودي طبعا رجل سجل الودي حرز هذا أفراقه برضو وعلن عن شخصيته بشكل كبير يعني ماشي أوكي بس ماشي بس برضو كل ده مش يعني مهما كانت المبارات الوديية المبارات الرسمية حاجة تاني يعني ضغوطها واللي هي ما مفيهاش بقى مش بنعيد لقطة لكن في الماتش الوديية عادة مش مشاكل تغييرات مفتوحة والدنيا براحتها خالص وتسجل أو ما تسجلش ونس بتهرج يعني يعني ما فيهاش الضغوط بتاع المبارات الرسمية أيا كانت مهما كانت حتى لو البرازيل بتلعب الأرجنطين تبقى الرسم رسم الودي فاستفادات في الرسم بصراحة حاجة مختلفة تماما يعني إذا تتوقع ويبوت صلاح محسن ومروان عودته المستفيد فده كل نادي الأهلي صحيح وكابتون حسن مدراني صلاح محسن عايز يبين نفسه أنا جاي برقم كبير وأنا مش جاي وكمان أي لعب بيجي نادي الأهلي ده تبقى يواجه أنت تيجي تقعد على الدك أنت تيجي تقعد على الدك شوف قبل منك فلان وعلان والكلام ده كله لا أنا جاي ياسبط نفسي صلاح صلاح محسن جاي عنده تحدي كبير جدا بصلاح طبعا حرك قصة انتقاله نادي الأهلي إذا ده عندنا كماران محسن بقاله سنة من مطرش الأهلي سوري منتخب مصر ومنتخب المجرف والدور ربع النهائي في الجابون سنة 2017 في يناير أو كان دخل بقى في أول فبراير تقريبا بقاله سنة رجع مطرشات ودية فهي يعني برضو يعني أما يرجع ده كان مهاجم منتخب مصر صحيح فعايز يرجع برضو منتخب مصر ومش يرجع منتخب مصر ألا من خلال الأهداء والنادي الأهلي فالتنين دول هما الأكثر بعدين حوالي مين بقى انت كفرود انت مفوت تبقى سعيد جدا عبدالله ووليد ولو مؤمن رجعت وإن شاء الله وأجيه يعني مجموعة جبيرة جدا من نجوم الدوك انت تبقى جوة 18 سعيد التحدي ده أنا شاف المكسب الكبير جدا لنادي الأهلي وكتر حصان البدر اللي عنده بقى الحلول بتبقى كتيرة بقى بدل ما عندك النهر ده ما عنديش الوليد مثلا مثلا يعني أو باكة ممكن يلعب أو لأ طبعا مش أقول ما بيسكش بباكة بس طبعا بسبب ان هو ما لعبش كتير فمش يقدر طبعا يعتمد عليه في شكل أساسي أو بالنسبة 100% فوليد دلوقتي اللي بيعتمد عليه بالنسبة 100% طبعا فضل غياب طبعا أو احتراف طبعا عمد متعب بقى والشيخ والناس اللي راح هادي فهو طبعا عودة الاتنين دول صلاح محسن ومارون محسن مع والد أزارو بتعلي الدنيا وبتهدد والد أزارو أكتر لأن المهدد هنا المعني هنا هو والد أزارو والد أزارو انت أفروض يبقى عندك التحدي أعلى من كده لأنه مواجهين بقى هيخدوا مكانه صحيح فبقى لنفسك واظلن أنا معك جزيزين معارف الدنيا ما يبقى فيه منافسة ما كان كتير حسن حسن أن أحمد بلان موجود أحمد صلاح حسن ونفسك طبعا دي حاجة مميزة جدا لتمنى ده في النهاية برضو إفادة المنتخب مصري يعني اللعيبتنا دي تحديدا مرار محسن وصلاح محسن تحديدا إفادة المنتخب مصري إن شاء الله وبرده عندنا خطة دفاعنا برضو منافسة قوية محمود الجزار بينضم أيضا لهديك جزئية إن شاء الله عودة رامي ربيع من الإصابة عودة سعد الدفاع الندر الأهلي مش معنى أكتر زي هجومه لأن الناس كلها بتيجي قوة موجودة بالشكل بالضبط حتى يعني ده الدفاع يعني اللعي تقدر طول ممش على طريقة خير وسيل الدفاع الهجوم فأي حد يبقى بالله في اللعي بيمسك دول صحيح فالي وراء مرتفع شوية وعدنا حظنا وحش جدا في جزء الدفاع الصراحة إصابات يعني أي من أشفه وبتصاب ورمي ربيعة وكان نجيب قبلهم وكان نجيب فالأهلي فعلا بيواجه سوق حظ وعلي معلول فالدنيا بس يعني اللعي ده من الفريق الكبير طبعا ما بيقفش على لا يعني يعني ما بيقفش على الدولة نعم يا بتقلل بتقلل بس بتقلل المشاكل شوية بتبقى قص بتخلق مشاكل بس يعني بيممكن تطلقها إن شاء الله وبطولة أفريقيا ما أنت محتاج محتاج هاي دي الأهم جزء الدفاعي مهم جدا في مبارات التعارف طبعا مبارات أفريقية مختلف تماما عالدو نعم يعني ما كان من حصن حظ النادي الأهلي أنه مش يلعب في المبارات بس اللي هي بدور الست عشر وفي مبارات تقريبا في الجابون كتساد معوضها يسافه نعم بين بطل الجابون وبطل بوركي نفسه لأن الله يكسفهم يقبل النادي الأهلي في الآن بطولة جاي فهي بس دي الفكرة إنه انت هتلعب مبارات واحدة بعد كده إن شاء الله إما تكمل بإذن الله لنادي الأهلي يكمل طبعا وأكيد إن شاء الله سيكمل. يعني يبقى مع بعض القوة الدربة والرجال وبقى مؤمن زكريا والبيت الفريقية. خلي أكلمك بقى عن سوز محسن. دائما اللقاءاتك اللقاء القادم مع مين؟ لا اللقاء القادم مع نجوم الأوربيين؟ لا لسه. دوقتي لسه مفيش أنا لسه. آخر اللقاء كان إيه؟ كان أوليفر كان. الألماني عملاق ألمانيا. وكان قبل منه مارسيل ديس هي مجم فرنسا طبعا. وكان قبل منهم على طول مايكلوئين من يجي من ليفربول طبعا. احكي لي عن الثلاث لقاءات دورز محسن. والله مايكلوئين هو أتوقع حاجة حصلت من قريبة. قبل ما قابلته في شهر 11. قال أنا بتوقع طبعا. أنا سألته بالمناسبة على الوقت طبعا كان ديئ. كعادة اللعابة الأوروبية. بس طبعا أوكي ده جميل جدا. طبعا. فأنا سألته على النجوم المصريين في الدور الإنجليزي. محمد صلاح محمد النيني أحمد حجازي. كان كان اللعب في ستوك سيتي فيعرفه. على بعضان ممكن يعرفه يعني. هو ما جاوبنيش على هاي يحد فيهم جاوبنا على صلاح بس. هو مع نفسه كده. بس طبعا مش هقوله لأ طبعا. هو قال لي صلاح طبعا بيعمل ده يعني ده ملك مصري يعني. يعني ده حاجة بيقدم كورة في ليفربول. ده لعب مهم جدا ده. الكلام ان هو مش جديد يعني. سوء ساعتها قال لي مايقوله كان ساعتها بقى كان صلاح تقريبا خمسشار هدف أو حاجزا كده. قال لي وها يتخطى العشرين في الدور الإنجليزي. مايقوله طب ليه مش اكتر يعني يعني. يعني شمان عشرين. قال لي بيجيبه عشرين في الدور الإنجليزي ده موضوع تاني. صح أنا حتى لما اشوف حتى منافسة محمد صلاح مع هاركين. هاركين ما هو الهدف السنة اللي فاتت. والهدف السنة اللي قابليها. ومنفس عن اللي قابليها. يعني خسرها بفرق تقريبا هدف أو اتنين. كان لصالح سوارس تقريبا في ليفربول. يعني ما تبص. هاركين ده قوة لا يستهان بها. ده كويس جدا صلاح بينافسه. ده هاركين الهدف اللي ده آخر ثلاث سنين. وبينافس. وحتى لما اخسرها كان بينافس. وكمان هو مهاجم صريح. محمد صلاح مش مهاجم صريح. محمد صلاح كان جناح أيمن. ده بعدين الدربات الجزاء مع هاركين السنة دي عامل شوق؟ لا واجب اتنين بس. يعني هو صلاح جايب واحد. فمش فارق قوي. بل اسست لصلاح صلاح أكتر. بس فارجع بقى لمايكل ايين قال لي لا ده اسطورة بصراحة. يعني هو مايكل ايين اسطورة. وقال لي ده صلاح ده جاي. يعني لو كمل في ليفربول هيعمل طفرة جديرة جدا. ولعيب لاغنة عنه طبعا في ليفربول. واضافه للدور الإنجليزي. ده كان كلامي مع مايكل ايين. ده سيما اختلفش كتير برده. ده لعب أنا بتابعه. يعني أنا بقول الحكم ان هو كان مدافع. فده من بيشوف اللعيبة دي يعني. قال لا انا ده موضوح تاني خالص يعني ده من نوعية ميسي. واللعيبة الكبار اللي واحد مايتمنىش واجههم كمدافع. ده مرسل ده سيما. يمكن مايكل ايين مايكل ايين سوري اوليفر كان ما تكلبش معايا على لعيبة مصر. هو اتكلم بشكل عام يعني على المانيا. بسأل كلام كويس بصراحة. قال المونديال اللي جادة بدون طعم. عشان مافوش ايطاليا. ان هو بالنسبة له يعني ايطاليا دي اغنوها المانيا. يعني في دول كده ينفحش تغيب عن المونديال. البرازيل الارجنتين. ايطاليا فرنسا المانيا. فقال لي غياب ايطاليا ده لا. بيخلي المونديال بدون طعم. مهما ان كان اي ان كان اللي يكسب. طبعا هو يمكن نكلم على اكتر حاجة كلمان هو المانيا. المانيا دايما بتعد. قال لي مشكلة يوكي ملوف اللي هو المدير فني الالمانيا في روسيا. ان تخمت اللعيبة. تخيال هو واخد كاسة كارات. بفريق بصف تاني. مش الفريق الاولين اللي هو. واخد كاسة كارات بصف تاني. واخد بطولة اوروبا تقريبا او بطولة العالم تحت تاريطة عشرين ولا عشرين. حاجة زي كده. ان شباب مش متذكر المسامة بالضبط. طب ده ده كل ده بيدي عن الفريق الاول. فعنده تخمت نجوم يوكي ملوف البطولة اللي جاية. يعني تخيال بقى ان اوليفر كان شافني دي مشكلة. مش ميزة. يعني في كل مركز في ناس كتير جدا. طبعا دي حاجة كويسة جدا لالماني. الالماني الده من بتخطط. لو حركة تتذكر ان هم سنة 2006 خدوا خرجوا من دور قبل انها على ارضهم من ايطاليا 2-0. ماخدوش البطولة. بس كان هم خططين ان ازاي يكسبوا بطولة 2014 في البرزيل. وكسبوها. لان هم الماكينات الالمانية هم عشرين مكان. يعني واحد زي الواحد اثنين ما بيهرجوش. وطبعا العمل الجيد اذا حسنا البدء حسنا الختم. دائما الالماني بتبشكلوا معاودانا على الكلام لو عندهاش الفنيات اوي. قد ما هي تاخد بطولات. زي فكرة قريب من النادي الاهلي. او النادي الاهلي قريب من فكر القرى الالمانية الى حد كبير. عشان كده دائما نكون ابناء من مواسكراتنا كثيرة. نحن نكون من الكلام مع وليد ازارو من شوية معنا تقرير. ولقاء مع وليد ازارو. وارجع بقى اكلمك على الدورات اوروبية. واللي بيمتعك بالنسبة الدورات اوروبية. تقرير مع وليد ازارو. ونرجع نكمل كلامنا مع أستاذ محسن. موسيقى اول حاجة كنبغين شكرهم على هذه الجائزة. اللي كتعني لي الشيء الكبير. وبالنسبة لي انا اول سانة. ان لعاف الدولة المسرية. ان اخد احسن مواجم. هذه الجائزة كتعني لي كتير. وكتعطي لي واحد دافعة قوي. وتعني حاجة كنبغين شكر الزمالة. اللي سندوني باش نعرف هذا المستوى. واكيد كما نكتلك حنايا في نادي الاهلي. ما كان حاولا اننا ما نفكروش في الشخصيات دين. يعني الجوائز الشخصية. وبالعكس ما كان فكرو اننا نقدمو احسن مستوى. نقدمو واحد صورة طيبة لنادي الاهلي. وبالنسبة الهدف الدوري. فهذه تجلقى كأي لعب كي يبغي عنه ياخد هدف الدوري. والطمحة ديالي كجميع طمحة ديال نادي الاهلي. نحاول اننا اي مقابلة و اي بطولة ناخدوها. نلعبوه و نقدمو احسن مستوى و ناخدو البطولة ان شاء الله. والطمحة ديال اي لاعب كما كيعرف الجميع انه يشغر في تداور العالمية. المنضيال روسيا. الحمد لله كما قلت لك احنا كن نشتغل و كن نضغط على نفسنا باش نقدمو احسن الصورة. و باش نكونوا في المنضيال. و كما قلت يا الجمهور انا تنحطوا في غراسي. لا بالنسبة اللي كانوا ينتقدوني لا بالنسبة اللي كانوا معايا. و انا كن مظن ان الجماعير الاهلوية الحقيقية و ما كانوا مسانديني النادي الميزة ديالو. كل التوفيق ان شاء الله الوليد ازار و نجم النادي الاهلي و النجم المغربي اللي موجود فيه النادي الاهلي. سيد محسن و انا بنتكلم على الدوريات الاوروبية دائما فيه دوريات ممتعة بالنسبة انه. احنا من الحديث على الفكرة بيروح و يلف و نرجع لمحمد صلاح. خلي بالك يعني ده حاجة طفرة موجودة. و واقع موجود بالنسبة لحلم مصريين كتير كان من زمان ان نلاقي لاعب مميز في الدورات الاوروبية و بالاخص في الدورة الانجليزية. ما شاء الله جلنا هذا اللاعب. ما شاء الله نشوف كتير من محمد صلاحي و المتواجدين بالشكل ده. بالنسبة للدوريات بقى. طبعا مش عايزة كلام الدور الانجليزي. فرق الدور الانجليزي ده كأس عالم كل سنة. بتلاقي عشر فرق. الاسبوع الواحد فيه ماتشين على قال ديربي. او مباراتين كمة يعني. اي اسبوع هتلاقي فيه ماتش ده يبقى يعني الاسبوع ده بفوت شكورة يعني. بتلاقي ماتشين و تلاتة يعني. بصراحة كورة الانجليزية دور الانجليزي مش كورة الانجليزي. موضوع تاني خالص يختلف بعيد تماما عن كل الدوريات. او ماتشات ريال مدريد و برشلونة. و طبعا مع النكاسات اللي بعيشها ريال مدريد في فترة اخيرة. بنتبع برشلونة و حتى ما بتبقى منطرف واحد يعني. برشلونة هيكسب كان. فما خلاص ما ليش انت متعة في كورة القدمة. و نفس الكلام على الدور الإيطالي اللي ما عرفشها هبت تماما في فترة الأخيرة. ما عرفش يمكن ده تأثر بالسلب بالكورة الإيطالية لما أخفقت في التأهل للمونديال. فكمان الدور الإيطالي وقع. ماتشاته ما لهاش أي لازة في صراحة. ماتشاته مش كويسة. حتى نابوي هو دوقتي على القمة. ماتشاته مش كويسة. كذلك الدور الألماني برضو مع هبوط مستوى دورتموند بروسيا دورتموند. دور البيرني محتكر يعني. حتى لما ظهر السنة اللي فاتت لايبزيج وقدر كان هيكرر تجربة الإستر سيتي في الدور الإنجليزي. ما كملش. و ما كملش حتى في دور الأبطال. و برضو كبير كبير برضو اللي هو بيرني منها. يمكن الدور الفرنساوي هو فيه بس البطل الوحيد اللي هو باريسان جرمان. طبعا لأن البلاو اللي جايبه. طبعا جايبه جايبه بمجموعة ملعبة كبيرة جدا. حتى تلاقيه يعني معظم الناس هناك مش حابين النادي باريسان جرمان. مش حابين حتى الخليفي لأنه هو جايب عامل الفجوهات كبيرة جدا. بين الفريق الأولاني والتاني والتاني. يخلص الفجوه كبير ما بين قندية نادي باريسان جرمان وقندية. الدور الإنجليزي بقى طبعا هو ده موضوح تاني خالص. طبعا وزاد من أهميته بالنسبة لنا وجود محمد صلاح وبقيت الستة. يعني أنت عندك ستة لعيبة في الدور الإنجليزي. دي طبعا عملالك كنت أتمنى بصراحة أن يبقى موجود معهم محمود حسن ترزيجي. لأن محمود حسن ترزيجي اللعب مهم جدا ولعب كويس جدا. أتمنى أنه ينضم للدور الإنجليزي أن نشوف بصراحة مظلوم في قاسم باشا ده اللي هو في الدور التركي. بصراحة مظلوم أنه يعمل الشغل عالي جدا. وهو طريق اسلوب لعبه كمان وطريقة لعبه وبيطور نفسه كتير. يقدر يدي في الدور الإنجليزي يا رب إن شاء الله نتمنى ترزيجيا نضم لكاتبة المصريين في الدور الإنجليزي. صلاح خل العين نتيجة على الكرة المصرية. زملائه كمان مع تقلق واحد زي حجازي لما خد أفضل لعب في فريقه في أسبوعين وربعات. وهو المدافع وبيسجل محمد النيني بالتوازن اللي بيعمله في فريقه رمضان صبح المحمدي. بصراحة الحاجات دي فرقت مع لعبة مصر. بدليل أنه طبعا جابوا منين يعني على جبر. ما هو عشان شافه السنائي زي ما قال المدرب بتاع وستوبرومتش إنه شاف السنائي بتاع حجازي وجبر في المنتخب مصر فانا قال ده. وكمان عشان أنا شاف إن الحتة دي تخطينا بقى للحاجات اللي قبل كده يعني. أتذكر لما كان الكابتن عمر زكي لما رح ويجن في 2010 تعريبا. لما بدأ يتقلق وجاب عشر تجوان وخلاص وقف خلاص الطموع عنده وقف. ما عرفش ليه المأساة دي بصراحة يعني دي مأساة لأنه ما عندناش لعيد كمل. يعني وصل لحد هنا وخلاص بقى ليه الناس كنت يوميا كنت يوميا كنت يوميا تلاقي أخبار زي صلاح كده دلوقت. يوميا تلاقي مش عارف جاري لأنه كان يشير بزكي مش عارف مين يشير. خلاص بقى نجوم العالم بقى حديث بالصراح عمر زكي كان عامل عشر تجوان في الدور الأولاني. ومع ويجن لا بقى مع ليفربول بقى ولا مع الستي ولا اليونيتد ولا الفرق كبير. لا احنا ان شاء الله الحمد لله عندنا لعب قدر يتخطى الحيطة دي. قدر يجيب بطولة لقب أفضل لعب في أفريقيا بعد سنين كتيرة جدا ماخدناش حتى لو كانت اختلف المسمى. نبعد طبعا عن كلام الفارغ ده. ونختلف المسمى لكن القيمة موجودة. صحيح. يعني الحمد لله رجع لنا شيء من العدل. لان القرى مصرية تظلمت كتير جدا في البطولة دي تحديدا كان فيه لعبة تستحق. وصلت لمراحل ولكنها ما خدتش البطولة في الآخر. ما خدتش اللقب في الآخر. لصالح ان كان عند يقولك هسلفين محترفين برا. اتذكر طبعا ادي بايور تجولي سنة 2008 وكان يا صحاكة كابتن ابوتركة بصراحة يعني الله كان صحاكة. طويل صحيح. اه. على كل مسؤولات الأندية والمتخبات لقد كان لف الأخر درج المحترف في الدور الإنجليزي. وده محترف في الدور المصري في آيام سوريا. لكن المرة اخدها محمد صلح طبعا ما فيش حجة يعني متقلق. حتى المنافسين اللي معاه ما. الثوارق شاسعة يعني يعني. اذا كان صاد يومانية او اذا كان أوباميانك. اه. انا عزقلون هو بس. مش بس إن شاء الله يخد الجهازة دي ورجعها. لا إن شاء الله ياخدها تاني وثالت ورابع. ويتخط حتى رقم ياتورية تخالية تخدها أربع مرات واربعة من 2012 إلى 2016 واربعة يعني خدها أربع مرات واربعة بعدين خدها رياض محرس ومحمد صلاح فنتمنى إن شاء الله صلاح يتكرر بقى التجربة وإن شاء الله عمنا فيه كبير كان حتى صلاح كان ليه تصريح من يومين كده تلاتة إنه هو ما بيكلم على طموحاته اتكلم على اللي اتحقق أنا كان نفسي أصل كذا حققت وعملت فرح قال لك أنا عندي حاجات تانية هتكلم عليها بعدي دي معناه إنه عنده حاجات لسه ما تحقيتش يوم ما تحقق هيقولها وده طبعا زكاء منه هو ما بيتكلمش على الحاجة قبل ما تحصلت بس هو اتورد في الإجابة فرح أقيلها يعني فأنا طبعا فهمناها إنه عنده حاجات تانية الله أعلم إيه هي يمكن ريال مدريد يمكن برشلونة يمكن كس العالم يمكن دوري أبطال أوروبا اللي يستحق محمد صلاح لإن حتى هذه اللحظة اللاعب العرب والحيد اللي خد دوري أبطال أوروبا هو الجزاري رابح ماجر مع بورتو البرتوغالي سنة 88 هو اللي كان جابه مش بس خده لأنه كان في اسم الفريق لا ده جابه بالهدف الشهير اللي جابه بالكعب نجم كبير نجم عربي مبارك بيرني ميونخ لما كسبوا اتنين واحد في النهاية وجاب جنب الكعب يخده بالبطولة ما زال طبعا بشرف الكرة عربين اتمنى صلاح بقى ياخدها لإن صلاح احنا محدش عملها من سنة 87 أو 88 نتمنى صلاح ان شاء الله ياخدها ويستحق ان شاء الله محمد واحد من النجوم والنجوم اللي معاه في الدورة الإنجليزية كلهم سواء بقى اني رمضان علي باب كلهمش عايز انسى حد يعني لكن ان شاء الله يبقوا هم فخر لمصر وزا ما بنقول او زا ما قال معالي وزير الشباب رياضة محمد خليل عريض قال لك ده سروة قومية بيجبوا لنا عملة صعبة نتمنى ان شاء الله يبقى فيه كذا صلاح هو مشروع قومي فعلا هو صلاح ملهم يا كابتن فرون صلاح ملهم وحالة تدرس بقى في كل المجال الفني والاقتصادي والاكتباع ايا كان يعني حتى رياضي هو نموذج اللي بيطلع لأهلي ولا زمالك وطلع من فريق المولين مع احترام طبعا لفريق المولين مش مش التوب قدر يطلع ويروح لفريق زي بازل مش دوري مش مصنص سوعدين طلع منه وراحوا وحصلوا ضرب نزلتين يعني لا بصراحة ده حالة يجب ان تدرس في كل ان شاء الله لا اتعممها بقى ان شاء الله بالضبط يا ريت نسي محسن نورتها وشرفتنا شكر جدا مبارح على الاستفتاء مبارح كان يوم جميل واختياركم ان شاء الله عليها جميلة ان شاء الله زي ما قلنا بقى احنا عايزين حتة الوطن العربي وجزئية وطن عربي ان شاء الله بإذن الله موجودة طبعا ومؤسساتنا كبيرة تقدر على هذه الجزئية نورت وشرفت وزي محسن احنا يعلكم بعد الفصل ان شاء الله يكون معاكم الزميل اعلامي محمد الجندي وليلة المباراة وليلة المباراة بكرا ان شاء الله عندنا طبعا بذكر حضراتكم مباراة المقاولون العرب المؤجلة من الاسبوع الثالث هيكون معاكم طبعا كابتا استاذ محمد الجندي الزميل الاعلامي معنا هنا في قناة الالية هيتكلم على مباراة غدا ان شاء الله شكرا والسلام عليكم اشتركوا في القناة